بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله 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 الرحيم جدا موجودة في كرة القدم انا واحد جزء بسيط بتشرف ان انا اكون جزء بسيط بس بيتذكر اسمه فالمواضيع دي انا متعود عليها والضغوطات ودايما ان شاء الله باذن الله عندي هدف ان انا اوصل احترام المشاهد واني يشوف حاجة تليق وهو بيتفرج علينا تليق وهو بيستمع علينا وانا مش هجامل حد حقيقة مش هجامل حد الكويس هقول كويس اي تحت اي ظرف هتكلم بوجهة نظر انا عشان كده دايما حتى لو حضاكم المتابعيننا يعني هتلاقوا كل كلامنا كرة حديثنا كرة ما ليش دخل غير بكرة القدم بالجماهير باللعيبة بالمدربين بالاجهزة الفنية هو ده اللي احنا هنتكلم عليه دايما بشكر كل الناس اللي بتدعمني وبشكر كل الناس اللي بتهاجمني بس يعني في الاول اخر انا بتكلم كرة هاجمني كرة انت ايه اللي مش عاجبك في كلامني اتكلم معاه في كرة طبعا في خلال الفترة الاخيرة الموضوع خرج برا كرة شوي ما هو ما هو لما حد بيعايز يعطلك بيخرج برا الاطار اللي انت بتتكلم به انا بتكلم كرة دول وقت فاللي بيجي يحاول ان هو يهاجم ابراهيم بيخرج برا الكرة فمتعود مش انا من الاخر تعلمت كثير قوي يعني وبتعلم لسه بتعلم من حضراتكم على فكرة ولسه الحياة لسه قدامنا طلطل عمر ليكم ولينا مفيش حد بيتعلم ببلاش يعني الاخطاء اللي انا مرت بيها قبل كده اكيد مش هكررها لنا وقررتها يبقى انا اللي استاهل الموقف اللي انا هتحط فيه فالحمد الله واثق في ربنا سبحانه وتعالى واثق في تواجهدي معاكم واثق ان انا بقدم حاجة تليق بالمشاهد وانا عارف ان دايما هتهاجم ودي اول حاجة هتباحها الهجوم لان هو الهجوم هو اللي هيوريك الاتجاه بتاعك فيه كل التقدير والتحية للجميع وبحترم الكل حتى لعب كورة سابق مدير فني بيتكلم علي او صفحات في الاول الاخر انا مسامح مسامح جدا ما بحبش اشيل من حد ولا ازعل من حد ولا ازي حد مركز في شغلي وان شاء الله باذن الله دايما نكون عند حسن ظنكم ضربة البداية النهاردة حابب ان انا نبدأها بمنتخب مصر طبعا منتخب مصر خلاص يعني خلال ايام وخلال اسبوع عشر ايام هيلعب مباراة في بداية بطولة كاس الامم الافريقية بطولة مهمة للعيبة بطولة مهمة لكل جماهير الكرة المصرية نختلف انا واحد من الناس اختلفت مع مستر فيتوريا بسبب عدم اختيار واللي ياسر ابراهيم واتكلمت في الاول اخر الخلاف في الحتة الفنية دي ما حدش يزعل منها في الاختيارات ده شي طبيعي انا زي زي الجمهور زي زي ان انا اي لاعب سابق بيتكلم على اختياراته وليه وجهة نظره بس انا بتكلم على خبرة سنين في الملاعب خبرة سنين تواجده مع منتخب مصر اللي يخليك ان انت تنجح اللي يخلي الجمهور تاني يرجع يشجعك ويسندك مهمة كبيرة جدا بتمنى ان كل الاعلاميين وكل المواقع وكل الصحف هتكلم بزعف لان الحاجة دي اللي احنا تربين عليها الصحافة زي ما بيتقال السوشال ميديا حتى الدعم اهلاوي زي ملكاوي في الاول اخر اللعيبة دي راحة تمثل اسم منتخب مصر اسم منتخب مصر مرتبط بفرحة الناس بفرحة الجمهور في الشارع بان انت بتبقى قاعد وانت بتشجع منتخب مصر اللي قاعد جنبك انت مش عارف هو اهلاوي زي ملكاوي سواء مع صحبك او مع اسرتك او مع اولادك او مع حتى اللي هما صحابك في الشغل انت بتسألش مين اهلاوي زي ملكاوي احنا كلنا قاعدين بنتفرج قاعدين كده بالزبط واحنا متابعين بنتفرج على منتخب مصر منتخب مصر هو اللي بيجمع الناس تاني هو اللي بيجمع الجمهور اتمنى ان اللعيبة دي تكون على قدر المسئولية كل الدعم للمستر فيتوريا كل الدعم لللعيبة انا والله بتمنى ان الجيل ده يحصل على بطول اتمنى ان محمد صلاح يعني هقولها تاني افضل لعبي مصر على مدار التاريخ قبل وبعد محمد صلاح اسمي كبير انا عارف ومتأكد ان الناس كثيرة جدا محبة لمحمد صلاح ممكن تختلف معها بتختلف مع برا الكورة بس في الكورة صلاح حاجة حاجة فعلا حاجة الواحد يفتخر بيه حاجة الواحد يتشرف بيه اتمنى الناس تدعم مش عشان انت مختلف مع ابراهيم تيجي على اسم منتخب مصر وعلى اسم بلدك تضرها اختلف زي ما انت عايز اختلف مع ابراهيم واختلف فني واختلف كل حاجة اختلف في القراء في الاخر في اطار الكورة اللعيبة دي محتاجة الدعم انا واحد من الناس يعني في 2006 و2008 و2010 طبعا انا ما شاركتش فيها انا شاركت في ثلاث بطولات كاسة امم الافرق 2000 دي كانت لسه بدايتي بعد كده 2006 و2008 لا الجمهور هو الداعم الاقوى والاكبر لعبة منتخب مصر انا واحد من الناس لما بشوف وانا لاعب دلوقتي كده بمثل اسم منتخب مصر وبشوف كم من الهجوم اللي علي هزعل هزعل طبيعي فبتمنى ان الجمهور يفصل بقى ما بين اهلي وزمالك وما بين اسماعيلي وما بين مصري خلاص يا جماعة الناس دي مفيش شو هم بيلعبوا كده كلهم لابسين تي شيرت منتخب مصر هم بيلعبوا كده مع بعض زي ما انتم شايفين حضراتكم بيهزروا بيتمرنوا بعد التمرين بيتحكوا مع بعض فيه ناس متواجدة اعلاميين اهو كله بيجري ويتعرف حد دلوقتي بيتقال ده اهلي ولا زمالك ولا بيتقال منتخب مصر اهو بيتمرنوا في المطرة ما شاء الله كان يعني حاجة تفرح حاجة تخليك ان انت تشجع فرقتك وتشجع منتخبك وتشجع لعبتك ايا كان الانتماء احنا دلوقتي يا جماعة منتخب مصر اتمنى ان الاعلام الفترة اللي جاية يبقى داعم لمنتخب مصر انا واحد من الناس بحب منتخب مصر جدا وبتمنى ان منتخب مصر يرجع للبطولات تاني يا جماعة دا احساس يعني ده انا عايز اوصله للعيبة والله مهما عملت بطولات مع نديك ومهما عملت احساس ان انت تاخد بطولة مع المنتخب وترجع بكاس افريقيا دا جماعة يا لهوي احنا يعني احساس مش عايز اقول لكم يعني اكيد اللعبة دي نفسها تحس الاحساس دا يعني خصوصا كمان ان في في كلام ان المكافئات بيتقال ان سبعة مليون دولار ايا كان المبلغ ان شاء الله مليار دولار ايه اللي علاقة البطولة هي اللي بتجيب لك فلوس كفاية كده ان الجمهور يستقبلك في المطار ست الرئيس يستقبلك في المطار الرياسة تستقبلك الوزراء وزير الشباب الاعلام الصحافة كل الناس هتليها وقفالك بعالم مصر احنا والله العظيم لما خدنا 2006 احنا مكناش عارفين نخرج من الاستاد معرفناش نوصل للفندق بسبب كم الجمهور اللي قاعد فرحان وما حدش عارف ده اهلاوة لزمالكاوي الاعلام اللي كانت موجودة في البلكونات وفي العمارات وفي الشارع والناس اللي هي مع احترام يعني اللي هم بيبيعوا عالم مصر انت بتفتح باب رزق الناس كثيرة جدا بتفتح باب رزق لناس ممكن يكون الفرحة بتاعت الناس دي هي انت سبب رزقهم انت مش مجرد ان انت بتفرح واحد ولا اتنين ولا بتفرح نفسك انت بتفرح ملايين سواء في مصر او برا مصر او المختاربين او اللي عايش برا كله النفسه يفرح بمنتخب مصر اتمنى ان اللعيبة تبع على قد المسئولية قاتل موت نفسك اكتهد مش يا جماعة مش صعبة والله مش صعبة خالص احنا في 2008 يعني بعد ما خدنا البطولة احنا راجعين مصر كلها في الشهرة مصر كلها منتظرانة في الشرع من اول المطار لحد يعني مصر كلها جمهورية مصر العربية كلها منتظرانة وبيحيونا حتى وانت في المطار الناس بتستقبلك بالورود انت بتعمل تاريخ لنفسك التاريخ ده هو اللي خلينا احنا لحد دلوقتي عايشين عليه على فكرة لحد دلوقتي اهو انا وزميلي لان في ناس دايما بشوفها بتنسب الفوز بالبطولة ليها نفسها لأ حبيبي انت مفيش الكلام ده خالص مفيش الكلام ده خالص مفيش حد خد البطولة لوحده انت كنت في وسط مجموعة وفي وسط اساطير ومجوم ما خلاص بقى لو كده كان ميسي خد كاس العالم لوحده يا جماعة فيه اكتر من ميسي خلاص اسم ميسي ينزل بقى يمشي لفرقة المنتخب وهو المدرب وهو المدير الفني وينزل يلعب لوحده في البطولة ينزل يلعب في الملعب وهو كل واحد دلوقتي عمال يتكلم انا اللي جبت البطولة وانا السبب لا انت حضرت ما جبتش انت مش سبب على فكرة انت جزء من سبب يعني انت جزء من سبب انت فيه في وسط مجموعة كانت اسماء تقيلة اسماء تقيلة يعني كل واحد بفرقة كل واحد من الاخر شايل شايل مكانة عند قلوب الجمهور دلوقتي عشان خاطر قاتل موت نفسه سواء جهاز فني كابتن حسن شحاتة كابتن شاوي غريب كابتن احمد سليمان اسماء كابتن كمال عبد الواحد لا كل واحد حتى اللي كان مع احترام اعمال الملابس اللي كانوا بيجوبوننا الكور ومجلس الادارة في اتحاد الكورة كل واحد من دول هو ساهم في بطولة محدش خد بطولة لوحده اتمنى ان اللعبة دي والله نفسه افرح لكم الجمهور نفسه يفرح لكم سيبك من الضغط الجمهور هقولكو بقى خبرة التعامل مع الناس والتعامل مع الجمهور اعمل ازاي سيبك من السوشال ميديا حاجة السوشال ميديا دي حاجة تانية واحد ممكن ارفان زهب من شغله عنده ظروف عنده موقف هيخش هيطلع يغله فيك اوه يتكلم عليك كلمة وحشة وسط لاح ما بيعملش حاجة وسط الترزيجي مش هينفع وسط ده منتخب هيرجع بعد سيبكو من الكلام ده خالص انزل الشارع هتشوف فعلا الناس اللي بتحب منتخب مصر انزل الشارع هتشوف قد ايه الناس نفسها تفرح الناس نفسها تفرح والله انا انا كم الناس بيقابلوني لما بنزل عادي لاني طبيعا انا بحب اقفوست الناس يعني يقعدوا يقولوا هنحنا ناخد البطولها كابتن بقول لهم كلم بقول لهم اللعبة دي لو عايز تاخد بطولها هتاخد بطول والله بيسألوني هل منتخب مصر يقدر ياخد اه يقدر ليه مقدر احنا كنا محلين وخدنا بطول خدنا تلات بطولات انا واحد شاركت البطولتين 2006-2008 هل حد كان يتوقع حتى الجمهور اللي موجود دوليات اللي هم يجيل بتاعنا او يجيل الصغير اللي لسه طالع هل انت كنت متوقع ان منتخب مصر ياخد تلات بطولات وراء بعض ولا حد كان يتوقع العالم كله ما كانش يتوقع حتى الاسماء الكبار الاسماء كبيرة الواحد يعني ما شاء الله المنتخبات كلها كانت اسماء تقيلة جدا بصراح عرونة كوني لا اسماء اسماء كل واحد كان يعني اسمه بيلعب عندها كبيرة وانت هو موجود في الملعب كده انت خايف منه طب دولياتي ما شاء الله عندنا لعيبة على أعلى مستوى عندنا لعيبة محترفين عندنا محمد صلاح عندنا ترزجي عندنا مرموش عندنا مصطفى محمد لا انت تقيل انت بالاسماء اللي موجودة دي لا انت كنت اتقل مننا على فكرة يعني انتوا اتقل مننا كاحترافية وعندوكو امكانيات وعندوكو دعم وعندوكو كل الامور متاحة يعني عندك كل الامور متاحة ناقسكو حيطة الجمهور حيطة الجمهور دي سهل ان انت تجيبها تاني وترجعها وتخلي الناس ترجع تاني تلتف حواليك ويشجعوك كل حاجة انت اللي تقدر تتحكم في الجمهور يقدر يرجع لك تاني ولا لأ وكان في تجربة منتخب مصر وصل كاسل امم الافريقية اتنين نهائي كايت كل الناس في الشارع مصر بيلعب اصاد السنغال في المبارال الفاصلة ما بينهم وبين بعض مصر كلها كانت في الاستاذ كان كل واحد في الشارع بيتفرج عليه حتى كانت مصر كلها قاعدة في الكافهات وفي المطاعم واللي واخد اسرته واللي واخده وحتى كان فيه ناس كبيرة وسيدات وأجداد واللي واخد أحفاده خارج هو وأولاده عشان يفرح باسم منتخب مصر هيا الناس دي كلها مش عايز تفرح مش عايزة منتخب مصر يرجع أتمنى الجهاز الفني يقفل على اللعيبة اللعيبة دي والله لو قبل ما يتنقلوا يارى كده هما مسافرين على كودفور يعودوا كده مع بعض والله مش راجعين غير بالبطولة حط الهدف ده قدامك مفيش حاجة مستحيلة أول قبل ما تطلع أتمنى أن يكون آخر اجتماع ما بين اللعيبة يكون الهدف لكل اللعيبة سواء أساسي احتياطي لعبة موجود في القائمة مش هيبقى متواجد حط الهدف أن أنت خارج ماشي من مصر هنا هترجع بكاس الأمم الأفريقية راجع أن أنت هتفرح الشعب المصري راجع أنا بقول بينكم بين نفسكم كده لأ أنا لازم أخلي الجمهور اللي هو بيتكلم علينا وزعلان مننا وبيتكلم على إمكانياتنا أنت اللي هتجبره أن هو ينتظرك في المطار هو اللي هتجبره أن هو يتفرج عليك ويتابعك ويشجعك أتمنى أن يكون ده الهدف للعيبة كلها كل الدعم للجهاز الفني كل الدعم للعيبة منتخب مصر للجهاز الفني بكل 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 المنظومة بالكامل بتمنىهم التوفيق وإن شاء الله يفرحونا ودي كانت ضربة البداية هنروح لفاصل منتظرونا في فقرة فلاش عالدوري أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية في فقرة فلاش عالدوري دايما بسراعة يعني الكلام الواحد دايما بيتابع كده التصريحات وبيشوف دايما ردود الفعل كابتن طارق السيد يعني كابتن طارق السيد هو أخه وصديق بالنسبالي وفي الملاعب ومنتخب مصر كابتن طارق دايما في الفترة الأخيرة حتى يمكن فيه تصريح نزله بيكلم على شكبالا أنه أكد له أن فيه المشكلة خلاص انتهت ما بينه وبين فتوح أنا بس يعني فيه كلام عايزة أوجيهه الكابتن طارق كابتن طارق يعني حداك خلاص عرفنا والله أنت زم الكوي جدا وعرفنا أنت ما شاء الله من ضمن الناس اللي موجودة وكان قريبين لفتوح يعني موضوع بقى كثير يعني أنت نجم كبير وإسم كبير ومن رموز نادي الزمالك أنت مش وكيل لعبين أو أنت مثلا مش متحدث رسمي أنا دايما يا جماعة لما بيجأتكلم على لاعب أصد اللعب الكرة ده ليه حتة كده بيبقى مفهود مكانة لوحده خالص يعني لإما ليه منصب إداري لإما في الجهاز الفني لإما متحدث رسمي عشان أطلع أتكلم ما مينفعش أن أنا قعدة دايما أدافع عن لاعب وأتكلم عن لاعب وأتكلم عليه بإسمه وحاول أن أنا أوصل للجمهور أولا اللعب عنده صفحات عنده يقدر يعمل فيديو يقدر يتكلم بنفسه أنا معرفش يعني يعني أنت نجم كبير وإسمه وإنت عارف أن أنا بحبك جدا بصراحة بس دايما اللعيبة اللي أنا بحبها ببقى دايما شايف لهم حتة معينة أنا كابتن طريق ليه لحد دولاتي مثلا مش موجود في نادي الزمالك يعني ليه مش متعين في نادي الزمالك يعني ليه ما يبقاش مثلا ليه دور في الجهاز الفني أصلي يعني الموضوع في الراديو نفس الكلام يعني في الراديو والله يعني سمعته حتى في الراديو في اللقاءات الصحفية واللقاءات التلفزيونية نفس الكلام على صفحته نفس الكلام مش عارف يعني ما خلاص عرفنا والله عرفنا من الموضوع أن أنت متدخل وتدخلت بقوة بس الموضوع مريب ما فيش حد بيقعد يدافع عن حد كده أصلي يعني هل أنت مدير أعماله يعني أنت مدير أعمال فتوح مثلا لو أنت مدير أعماله أطلع أقول يعني أنت لو أنت مسك إدارة أعماله أو متحدث مثلا بإسم اللعيبة برضه أنا بعتب على الجهاز الفني يعني ما احترامي يعني كابتار مالوش يعني مالوش تواجد حتى في الجهاز الفني مثلا يعني مش مدير كورة المفهود الكلام اللي إحنا بنشوفه ده والله متعودين عليه من زمان إن دايما إن المدير الكورة هو اللي بيتكلم يعني موفود كابتن عبد الواحد السيد هو المدير الكورة اللي يطلع يتكلم يقول خلاص إن الخلافات ما بين شكبالة وما بين فتوح انتهت نحن متعودين على كده يعني معرفش هل مثلا يعني موضوع تغير الحياة تغيرت بأي حد دلوقتي يطلع يتكلم مثلا يصرح بناء على أسماء لعيبة بناء على مثلا نيابة عن شكبالة نيابة عن فتوح أنا والله يعني بتمنى إن كابتن طريقي يبقى ليه دور عشان حتى لما تيجي التصريحات بتاعته تطلع يبقى ليها دور يبقى ليها منصب يعني متواجد في الجهاز الفني متحدث رسمي أتمنى إن يبقى متحدث رسمي للعيبة والله على الأل على الأل المشاكل اللي إحنا بنشوفها على السوشال مادية دي ياخد حتى منهم الموبايلات هو اللي يبتدي ياخد الأكاونتات كلها يعني في ظل الظروف اللي ماتت زمائك في الفترة الأخيرة دي ياخد منهم الأكاونتات وهو اللي ينزل بقى ينزل التصريحات وينزل السور يشوف بقى يقعد مع اللعيبة كل يقعد مع حوالي خمس و ثلاثين لاعب يتكلم معاهم ويشوفوا هينزلوا إيه ويتكلم هو يبقى ماسك هو الموضوع ده أما إن أنا قاعد أتكلم بإسم لعيب وأنا ما ليش صفة الموضوع مريب جدا فليه ليه مثلا نادي الزمالك مايفكرش عشان نبقى الموضوع يبقى ليها منصب ليه مثلا إدارة نادي الزمالك ما تكررش تعيين مثلا كابتن طارق كابترق السيد مثلا متحدث رسمي للعيب بس ده كده أنت هتلغي دور كابتن عبدالوحد السيد يعني كده كابتن عبدالوحد السيد يبقى كده خلاص يبقى مش ولا هيصرح ولا هيتكلم ويبقى كل التصريحات حتى لو كابتن عبدالوحد السيد عايز يصرح هيدي الورقة لكابتن طارق يوم متكلم بصفة إنه هو متحدث رسمي للعيب فأتمنى ان يبقى كابتر فترة بصراحة لانه هو مقاتل او يعني متحمس جدا في الفترة الاخيرة وخلاص وعارفين والله مصر كلها عارفة ان انت زمالكاوي جدا يعني مقاتل بس موضوع فتوح غريب اوي يعني انا عمري ما شفت والله حد بيدافع عن لعيب بالاستماتة دي ما هو الا اما حكتين لما انت متحدث رسمي نيابة عنه لما انت مدير اعماله فاتمنى ان يبقى ليك منصب والله في الوقت ده ما حدش هيتكلم هنروح على كابتن احمد ياسر ريام يعني كابتن احمد ياسر ريام فيه تصريح لي بيتقال ان ما فيه مفاوضات ما بينه ما بين الاهل والزمالك ومعرفش يعني كام ده بعد العرضة ولا قبل العرضة يعني اولا خلينا نتكلم من موضوع الهدف اللي اضاعه ده اكيد هيأثر عليه ومحادش يقول لي لا اصل اللعيبة اه اللعيبة كلها بالضايا بس فيه ممكن شخصية لعيبة تقدر تخرج من الموقف ده وعفكرة يعني حتى يمكن الفرصة دي كانت موجودة في مواقف وطرائف شوفناها شوفناها مع كابتن محمد عمارة بس كابتن محمد عمارة كده هيزعل يعني كابتن طريق السعيد يعني امام المغرب فهم هيزعلوا بقى جماعة لازم يعني موضوع والله انا عارف الموضوع بس عادي كلنا بنضيع وكلنا وانا ليا فرصة في الاسماعيلي وانا مع الاهلي كانت جوه الـ 18 شطها متجاه في العرض فده شي طبيعي بس مش زي بتاعت احمد ياسم بصراحة هو اولا لازم يخرج من الموقف ده لان لو هو قاعد مركز فيها تركيز ده انا بقول لك هوا بلا عود لان الحاجات اللي زي دي وخصوصا كمان ان السيراميكا اتغلب يعني بسبب الفرصة دي كان من ضمن اسباب الهزيمة من ضمن اسباب الهزيمة فهو ارد ان ممكن تؤثر عليه انا مش هقول له غير كلمتين لان هو برضو يعني اخويه الصغير وانا هتكلم اللي ان انا ما لقيتش حد قبل كده كان بيتكلم معاك ده انا دلوقتي الحياة تطورت والحياة اختلفت فهقول له حاجتين ايه في لعنفسك في الصحافة والاعلام وحاول تخرج من الازمة اللي انت موجود فيها دي لان كلامك عن الاهلي وعن الزمالك هيخرجك بره شو هتلاقي الناس تبتدي تتكلم هيقولك ده انت لسه مضيع فرصة وجنف واضي طيب انت هتدخل ليه نفسك في اقويل وكلام من الاخر كل لعب معرض للموقف ده مش هتخرج من الموقف ده والناس تنساه غير بتقلقك لو انت كنت متقلق وانت ماشي بشكل كويس وكاية الناس بتتكلم عليك فانت مطالب منك اضعاف من الاخر مطالب منك ان انت تبقى ميسي يعني والله بتكلم بقى لازم توصل لمرحلة انت مهارة سرعة قوة تزديد على المرمى بالاخر زي ما بيتانك كده مالي الملعب مالي مركزك عشان الناس تبتقي تنزى لاما تاخد الموقف ده يكون دفع ليك للتقلق تاني من جديد لاما هتاخد الموقف ده وهيبعدك تماما لان انا عارف واحد لعبت كورة الموضوع ده ممكن يأثر عليك بشكل فانا من وجهة نظري اقفل بقى ولا مفاوضات اهلي ولا زمالك ولا الزمالك تكلم معايا ولا الاهل تكلم معايا من الاخر لان في الفترة الاخيرة وخصوصا بعد التواقف طبيعي الناس مش هتقعد تتكلم هتفكرك بالموقف ده فهتقول له ما الناس بتفكرك هتلاقي نفسك انت نفسيتك تتعب والمفروض اصلا كابتن ياسر ريان يعني ده كابتني وتعلمت منه كتير جدا واسطورة من اساطير الكرة المصرية بصراحة اتشرف ان انا في يوم الايام لعبت معاه اتمنى ان كابتن ياسر ريان يتعامل معاه سيبه بقى من الاب الموضوع مش محتاج اب خالص يتعامل معاه انه هو كابتن كبير اسم كبير يدله الخبرات بتاعته ازاي ان انا ابني يخرج من الموقف ده ازاي يخرج من الازمة دي حلها تقلقك مع فريقك تقلقك مع فريقك الملعب هو اللي هيخلي الناس كلها ترجع تتكلم عليك تاني الاهلي بقى عايز انا واحد من الناس كنت بتكلم ان انت مفهود ترجع الاهلي تاني بس طبعا موقف تصعب فانت توجدك في الملعب وتقلقك هو اللي يخلي الاهلي يتكلم لو الاهلي مش عايزك الزمالك عايزك ايا كان بقى الفريق اللي انت هتلعب له ده بناء على تقلقك جوه الملعب يعني فيه طبعا عندنا خبر جميل جدا ودي حاجة يعني الدور الفرنسي يعني ياريت تجبولنا الصورة شباب في الدور الفرنسي امبابي و مين تاني يا جماعة حاكمي وامبابي كانوا بيحتفلوا على طريقة زيزو وشكبال يعني حلو اخواتنا الفرنسيين يعني مهتمين بالدور المصري ودي حاجة جميلة كويس والله ان هم يعني متابعين ها والله دي حاجة كويس ده لسه فيه بطولات نتمنى بقى ان هم ان شاء الله بإذن الله يتابعوا بها في كاس الربطة ويتابعوا في دور الابطال والسوبر ويعني ده حلو ده حلو جدا والله ودي حاجة تفرح ان الناس متابعة يعني الناس بتتابع وبتتابع الاحتفالات وده حلو برضو مبابي وحكيم يعني من الاسماء الكبيرة يعني في الاخر يا جماعة برضو بس هي مش بطولة يعني هدف يعني فوز مثلا يعني الحاجات دي برضو بتفرق اه بتفرق معنويا وبتفرق نفسيا وبتفرق ما بين اللعبة وبما بعدها بس انا يعني الصورة بتاعت اه زيزو وشكبالة كانت بعد الخناء يعني ما كانش الموضوع كان كده يعني هو موضوع كان نرد على حاجات كتيرة جدا كان فيه ازمة في الوقت ده وخلاص الموضوع انتهى وطبيعي ان انا بختلف مع زميلي يعني ده شيء طبيعي بنختلف مع بعض وبنتخدم مع بعض وفي الاخر بنمتصالح ونقعد نعمل كده وبوكسنج وحاجة كلنا احتفالنا والله يا جماعة والله العزيم والله الحمد لله يعني حاجات دي عندنا بقى كتير وكان فيه حاجات اكتر من كده وفيه تقاليع وكنت والله العزيم كنت اتمنى ان الواحد يبقى موجود ايام السوشال ميديا وايام الكلام الكبير ده والله العزيم احنا طبعا حاجة حاجة تحسب نتمنى والله ان يبقى فيه متابع نتمنى ان الدور المصري يبقى مسمع لكل اوروبا مثلا في الدور الانجليزي للصحافة الانجليزية للصحافة الفرنسية للصحافة حتى الايطالية نتمنى حلو والله انا مبسوط ان دي يعني فيه متابعة وان هما شبهوا الموضوع نتمنى حاجة تضاف لنا حاجة بتعمل بتخليك تاني ترجع العين تبقى عليك نتمنى نرجع حتى في الفترة اللي جاية الجمهور يرجع كل ده ان شاء الله بإذن الله نتمنى نشوفه في الفترة اللي جاية مع الاهلي ومع الزمالك ومع الاسماعيلي ومع المصري نتمنى نشوف ده عايز بقى اروح على لعيب رمضان صبح يعني رمضان صبحي انا واحد من الناس من اللعبة اللي كنت بحبها جدا يعني اولا كواليتي عالي جدا مهارة كوة وكان ليه تجربة احتراف الدور الانجليزي وتقلق وكان فيه مساندة كبيرة جدا من نادي الاهلي وخرج ورجع عن نادي الاهلي تقلق وبعد كده ساب نادي الاهلي ومشي خلا نتكلم يا جماعة عن ساعات ممكن قرارات انت بتعملها من الاخر بتغير لك حياتك تمامية يتغير حياتك للاصلح يتغير حياتك ان انت تشوف بعد فترة كبيرة جدا مش هتحس بها دلوقتي خلاص انا خدت القرار دلوقتي ان انا همشي ممكن متحسش بها دلوقتي اكيد رمضان بعد بعد رحيله من نادي الاهلي هو ما حسباش صح هو ما حسباش صح لاني خلينا يا جماعة برضو حتى عدم تواجد جمهور في اليسيد حتى لو جمهور الاهلي مش موجود في المدرجات ولا جمهور الزمالك موجود في المدرجات بس جمهور الاهلي موجود موجود في الشارع موجود وانت بتاكل موجود وانت قاعد بتتغدى وانت قاعد حتى وانت ماشي في عربيتك الناس اللي ماشي جنبك دي اهلوية وزمالكوية هي دي الكرة انا يعني مش هقول نصيحة لانه ما بحبش انصح لانه هو كل واحد عارف مصلحة نفسه رمضان في ظل الظروف الفترة الاخيرة طبعا واستبعاده من منتخب مصر انا واحد من الناس اكيد هو مكهور اكيد اكيد مكهور انه مش موجود في عنده قهرة انا بقولك يا جماعة والله اكيد زعلان اكيد حزين انه مش موجود انا قلتلك يا جماعة مهما اخدت فلوس ومهما لعبت مع الناديك وما انت لو جبت طفل صغير وقلت له تعالى منتخب مصر دلوقتي هينام بدري وهيصحى يجيب اللبس بتاعه عشان يروح منتخب مصر هو اصلا يعني ممكن يكون سنه صغير بس اسم تمثيلك لمنتخب مصر ده اسم كبير اوي موضوع كبير جدا فاكيد رمضان زعلان على الحال اللي هو وصل له ده وصل يعني وصل لمرحلة اكيد زعلان واحد كان اساسي منتخب مصر واحد كان اساسي في فترات كبيرة جدا كان بيتم اختياره في الاعلام وحتى من الجهاز الفني وهم مغمضين لانه كانت موهبته وتوجوده في الملعب وامكانياته كان بينضم يعني كان كبيرة جدا بصراحة امكانياتها عالية جدا انا هقول له حاجة مع احترام النادي بيرامدز واسم النادي بيرامدز اللعيبة وكل الناس اللي موجود حاجة حاجة محترمة وعنده امكانيات وعنده كل المقاومات النجاح بس وارد ان انا ممكن اروح في مكان ما نجحش فانت عندك حلين وهقول لك على حاجة كمان يعني ممكن انت موضوع مختلف عن عبدالله شوي يعني عبدالله السعيد يقدر يتأقلم في اي مكان ما شاء الله لعب مع المنتخب لعب مع النادي الاهلي ولعب مع الاسماعيلي وما شاء الله خبراته جوه الملعب من الاخر شفعتله حتى لو حتى لو الناس بتختلف معاه وخصوصا كمان ان عبدالله راحوا عن 4-25 سنة او 35 سنة فالموضوع مختلف شوية عبدالله من النوعية اللي هي كتومة شوية يعني ولا بيظهر اعلاميا ولا بيتكلم اعلاميا ولا بيعمل مداخلات ولا بيظهر على الشاشة ولا بيعمل لقاءات صحفية ولا اعلامية ولا ليه تفاعل حتى مع الجمهوري ويمكن حتى ساعات فين وفين لما بيقول كل ساون طيبين حتى يمكن لما بيقول كل ساون طيبين كل ساون طيبين دي بتبقى كل سنة ولا سنتين ودي ريحته جدا لانه وخلاص ما بقاش عليه هجوم وبتدى يركز فممكن الموضوع مختلف شوية انت لسه سنك صغير انت عندك حاجتين اولا لازم تبعد عن الناس اللي حوالك مع احترامي طبعا كابتن اكرامي اسم كبير ويمكن كابتن اكرامي دايما بيحب عنده حتة فازدلكة كده في تصرحاته شوية او فلسفة عشان الناس محدش ايه فازدلكة دي بالقرع فيك واحنا في الشارع بنلقب كده يا لغة الكرع فازدلكة انت هتتفازلك هو كابتن اكرامي عنده حتة الفلسفة شوية لدرجة ان هو اكيد موصلك ان انت افضل من المرموش وافضل من تريزيجي لا ما احترام في الفترة الاخيرة مستواك لا انت مش افضل من تريزيجي ولا افضل من مرموش اولا توجدهم تريزيجي متقالك في الفترة الاخيرة رغم ان عودته من اصابة مرموش متقالك في الدوري الالماني وفي البندسليجا لا يعني عنده متابعة يعني حتة يمكن حسين الشحاد كان فيه كلام عليه انه هو ينضم بس قلنا ان فيه مكانه مرموش وتريزيجي فيمكن يمكن عشان حتة زيزو كمان يمكن زيزو موجود متواجد معاه فبصراحة انت صعبت الامور عليك وبعدت يعني انت رمضان انت عارف ان انا بحبك ازاي يعني رمضان انت عارف ان انا بحبك ازاي ومن اللعبة اللي انا بحبها جدا بصراحة فلو عندك عرض اسمع مننا بقى لازم تخرج مش بقولك تعمل مشكلة مع بيراميز جي الوقت اللي انت لازم تخرج جي الوقت اللي انت لازم تخرج عشان تظهر تظهر في حاجات كتيرة جدا اولا تبقى لعب محترف لين ما تروح في نادي جماهيري ايا كان بقى الزمالك بتفاوض معاك ايا كان ماليش داخل الموضوع يعني خلاني اتكلم ان موضوع صعب الموضوع ان انت تبقى متواجد في الاقلي خلاص ده ده دي صفحة مقفولة انت تحملت القرار بتاعك ومشيت بس انت عندك حاجتين واسيبك بقى من مع احترام الكابتن كرامي يعني والفلسفة بتاعته هيقولك انت احسن من ده ومن ده هتلاقي نفسك ان انت رايح في حتة ممكن يعني تحس نفسك ان انت اه دا انا احسن من مرموش واحسن من تريز المنعم لأ اه مش كده خالص هو كل مرحلة ليها الوقت بتاعها وليها الناس بتاعتها الليها الناس اللي بتقدر تتحمل الضغوط وليها الناس اللي تقدر تتحمل الإعلام وتتحمل ضغط الجماهير وضغط الإعلامي كل هو حاجة لا ما يفعش أنا أتكلم دلوقتي أقول إن أنا أفضل من صلاح مس بس أنت بقالك فترة كبيرة جدا بعيد يعني بعيد عن العين خصوصا كم من في الكورة أنت عارف مش لعب صغير يعني في الكورة طول ما أنت في العين وبتتقلق وماشي كويس كله بيجري وراك ومحادش هيهاجمك بس أنا في لقطة شفتها في كاس السوبر ودي استغربت منها دي بقى قدقين أنت مضغوط بقى قدقين أنت زعلان بقى قدقين أنت عايز توري نفسك أنت عفكرة هو اللعيب كويس مش لازم أطلع أقول أنا أبراهيم سعيد أنا ألعيب كويس مش لازم أقول أنا أبراهيم سعيد أنا ألعيب كويس ما يفعش أقول طريق سعيد أنا ألعيب كويس ما يفعش ما هانش بتكلم في دي هو أدائك في الملعب هو اللي بيخلي الناس كلها تتكلم عليك يعني ويجري وراك ولو أنت كويس لو أنا حتى لو أنا ما يعني محدش بيحبك أنا آسف طبعا يعني لو حتى الناس مش متقبلك أنا هطلع هتكلم عليك كويس يعني هيتقال كلمة الحق في الكرة بالذات لأن الكرة ما فيهش مجملات هيتقال لأ رمضان صبحي يستحق وانت شوفت هوا ياسر إبراهيم تم استبعاده مصر كلها تكلمت ولما رجع الناس كلها بركت له هي دي الكرة فأتمنى يعني أنا شوفتك حتى في دربة الجزاء يعني في دربة الجزاء أنت حتت دربة الجزاء في السراميكا وروحت وعملت الجمهور يعس أنت عامل كده وقصة ما فيش حد يا رمضان يعني ما فيش حد موجود في المدرجات دول خمسة والأربعهم اللي موجودين ده معناها أن أنت مضغوط يعني الكلام ده عارف تعمله مثلا لو أنت مثلا بتلعب أصد الأهلي واخد بالك فيه جمهور فيه جماهير فيه حاجات كتيرة جدا أنت عايز تعبر عن نفسك ده معناها أن أنت مضغوط فلازم تخرج برة الضغط لو أنت عايز ترجع لمنتخب تاني لازم تتلمع لازم تظهر بشكل كويس لازم تجبر الناس إنه يتقال إن رمضان صبح يستحق إنه هو ينضم المتخب مصر أما بالإسم الإسم ما بيفتش أدائك في الملعب والله لو كل ضدك إسمك وأدائك في الملعب هو اللي هيجبر أي مدير فني إنه يختارك وتبقى متواجد حتى لو مش هتبقى أساسي فأنت اللي بعدت نفسك وأنا واحد من الناس بتمنى عودتك من جديد أتمنى نشوف رمضان صبح اللي إحنا عارفينه اللي كان متقلق مع النادي الأهلي وتقلق في فترات كبيرة جدا مع منتخب مصر يبقى موجود نتمنى بس لازم تقفل على نفسك واسيبك من الناس اللي بتكلمك والناس اللي بتقولك والناس اللي من الآخر بينفخوا في اسم رمضان لأن في الآخر دي بيتقال عليك كده يعني فلسفة كده مش هتفيدك ولا هتقدمك قطوة أحمد فتح برضو أحمد فتح برضو من الأسماء الكبيرة أنا واحد من الناس بتشرف يعني هو أصغر مني طبعا يعني من الأسماء الكبيرة أو من الأسماء الكبيرة جدا برضو بصراح يعني من الأسماء الكبيرة ومن اسمات تقيلة اللي كانت موجودة في الكرة المصرية ومع الاهلي وبطولاته وقلب ميت يعني احمد فاتح ده وانا بلعب جنبه عارف ان انا معايا واحد لعب قلب ميت يعني قلب ميت قلب ميت يا جماعة بجد والله قلبه ميت جدا ومن لعبة المقاتلة ومن لعبة اللي انت تلعبه في نص الملعب هتلاقيه جوكر يلعب باكرايز يلعب مهاجم هتلاقيه في اي مكان في الماء يلعب مساك هتلاقيه فوقات كتيرة جدا لعب مع المتخب مساك وتعلق وكان مقسر الدين احمد فاتحي برضو اختفى طبعا عامل السن وعمل اليقى البدنية وده شي طبيعي انا واحد من الناس كنت اتمنى ان احمد فاتحي ينهي حياته بشكل افضل من كده انا من وجهة نظري خلاص يعني انت عملت كل حاجة في الكرة من ناحية مادية من بطولات اتمنى ان في الفترة اللي جاية تبعد بقى يعني تعلن اعتزالك وتجي بقى الاتجاه الاداري الاتجاه التدريبي الاتجاه الاعلامي ايا كان لان عيب الناس محمد فاتحي يبقى بعيد قوي بالشكل ده ومش اساسي كمان ده كان يعني كلامي على النجوم طبعا ممكن الناس تزعل مني وممكن الناس تختلف معايا بس في الاول اخر والله بتكلم يعني كلاعب مش بتكلم كاعلامي انا عمري طول ما انتوا حضراتكوا شايفيني هنا عمركم هتشوفوني كاعلام هتشوفوني كابراهيم سعيد لاعب الاهلي ومنتخب مصر والحمد لله يعني الحياة اللي المر بيها وتوجودنا في الملاعب هي اللي دي اللي بتخلينا ان احنا نتكلم هي دي اللي بتخلينا ان انا نتكلم كده وانا عارف ان ممكن لعبة تزعل مني وناس تزعل مني بس في اللقاء الاخر دي وجهة نظري ممكن تتفق او تختلف معايا كل التأدير والاحتراق نروح لفاصل ونرجع على فقر التيفي سوشل انتظرو هلا وسهلا بحالكم مرة تانية في فقر التيفي سوشل بارح كده وانا قاعد بطابع بحيب دايما اتابع الاحداث وبشوف الصفحات بتقول ايه والكلام بيتقال عليه فوجيت لعبي نادة الزمالك نزليهم بماسك في التدريب فانا واحد من الناس بحب بشوف يعني لان الحاجات دي كلها بتشوفها برا في الدوري الانجليزي وفي الدوري الاسباني فكنت عايز اعرف ايه السبب ان اللعيبة لابسة الماسك يعني انا استغربت شوية يعني لان خلينا نتكلم ان السور مش واضح فوجيت ان استاذ دكتور محمد اسامة طبيب نادة الزمالك قال ان الماسكات دي بتزبط التنفس للعيبة بتعل الكفاءة للعيبة حاجات دي حلوة جدا فيه تطور والله انا عجباني يعني انا بتمنى حتى دكتور محمد يعني بتمنى ان الحاجات دي تفيد يعني بصراحة شكلها حلو شكلها شيك بس هل ده ممكن يعني هتزبط الاداء يعني ويرجع نادة الزمالك للبطولات تاني ما هي مالهاش علاقة انت ممكن يعني هل دي هتفرق مع نادة الزمالك والله لو هدي هتخلي اداء لعيبة نادة الزمالك في الفترة اللي جاية يا رب يبقى يا رب الماسك ده حتى يجيبه ماسك مهارة يعني ماسك كده للمهارة ماسك اللي ازاي ان انا اقف في الملعب كويس ازاي ان انا احرز اهداف ازاي ان انا بقى عندي روح يعني اتمنى ان يبقى فيه في الفترة اللي جاية يبقى فيه ماسكات للمهارة وماسكات للتمركز وماسكات للتركيز يعني لو هي دي اللي هتعمل شغل نادة الزمالك ويرجعه تاني للبطولات ويبعده عن المركز الحداشر اللي احنا شايفينه في الفترة اخيرة نادة الزمالك نتمنى ان الحاجات دي تبقى موجودة وتبقى موجودة والله يعني شكلها حلو جدا بصراح بس هل دي هتفرق معنات الزمالك في الفترة اللي جاية يعني هي دي خلاص هي دي اللي موقفة موقفة البطولات وموقفة الاداء وموقفة الفوز وموقفة النتائج حلو بس الكلام ده ممكن تجيب بقى يعني يمشي مع هالند يمشي مع كريستيان رونالدو يمشي مع الناس اللعيبة الامكانيات العالية يعني ممكن يمشي مع لعبية منتخب مصر يفرق معاهم بشكل كبير جدا بس ما احترامي يعني يعني اللعيبة دون المستوى يعني هل دي مسلا هتزود لهم المهرة استحالة جدا يعني استحالة يعني آه حلو شكلها حلو وجميل والله انا بفكر انا عايز واحد يعني هشوفها يا فين وان شاء الله بيزدلها والله لو موجودة لا هتلع لكم بيا شكلها حلو جدا بالسراع وانا بحب الحاجات دي يعني حاجات آه جميلة وحتى بتفكرني بأيام الندارة اللي طلقت بيا وكانت حاجة والله العظيم الحاجات دي جميلة كانت مش ايامنا وان احنا بنحاول نجيب الحاجات دي دلوقتي بقت متاحة فتمنى والله ان هي يعني تبقى موجودة والله انا هدور عليها اوعدكم ان انا هدور عليها ولو ينفع دارة كناة النهار والاخراج يوافق ان انا اطلع بيها والله هتبقى حلو شكلها حلو جدا يا ريك فجماعة الموضوع مش موضوع ماسك الموضوع مش موضوع الكنامة دي او الماسك ده هو اللي هيفرق اي امكانيات لعيب ده حلو جميل والله عجبان بس هاي اللعيبة بقى المهارة بقى نفسها اشتغل على المهارة اشتغل على الروح ناد الزمالك يا جماعة في المركز الحداشر يعني المركز الحداشر هل دي يعني هتخلي ناد الزمالك ياخد بطولة الدورة او ينفس على الدورة او ياخد الكنفادرالية والله والله اتمنى اتمنى يكون الماسك ده سبب ان ناد الزمالك يخرج من المركز الحداشر وياخد الكنفادرالية وياخد دوري ويبقى نشوفه لسنة الجاية إن شاء الله بإذن الله في دوري الأبطال أتمنى يعني ماشي قادينا نشوف إن شاء الله منتظرين بعد منتخب مصر نشوف بقى إلا ما يرجع الدوري هنشوف بقى الموضوع ده فرق مع اللعيبة ولا لا هنشوفه في الفترة اللي جاي نتمنى النات زمالك يرجع تاني هنروح على تصريح لكابتن أحمد شبير كابتن أحمد شبير محمد صفح حارس الزمالك يقترب من بيراملز يعني ده تصريح كابتن شبير كابتن شبير دايما بيقول بعض التصريحات وبيتكلم على في حاجات بتبقى معروفة يعني ممكن شايفها بخبرته الإعلامية وهو مدرسة في الحاجات دي وبعلاقاته بس أنا في عندي حاجتين أولا محمد صبحي آه ولعيب موجود من ضمن القايمة منتخب مصر آه حاجة حلوة بس إنت عندك لعيب أحمد ميهوب صح؟ آه أحمد ميهوب حارس مارما بيراملز بصراحة أنا واحد من الناس كنت مبسوط بأداء كنت مبسوط بمستوى مع بيراملز بصراحة شاب صغير عنده بين عليه إن هو عنده الموهبة يمتلك الموهبة محتاج مباريات وكلنا في الأول لازم تشارك في عدد مباريات كبير جدا عشان تظهر بشكل كويس بس بيبام من الآخر الأداء بيبام من عنوانه زي ما يتقال يعني الأداء بتاعه ووقوفه وثقةه في نفسه بين إن هو محتاج شغل محتاج يشتغل أكتر أنا بتوقع إن لو اهتم ومعه مدرب حراس مرمى على أعلى مستوى وبيشتغل عليه صح أنا بقول لكم إن ده في يوم الأيام هيبقى يعني ممكن يبقى من ضمن حراس مرمى منتخب مصر وممكن يبقى ليه مثلا في الفترة اللي جاية في الاحتراف لإن فعلا المستوى اللي ظهر بيه عنده الموهبة هل هل مثلا تواجد محمد صبحي خصوصا كمان إن فيه أحمد الشناوي وفيه كابتن شريف إكرامي يعني انت ماشي انت كده مين هيبقى موجود هل مثلا تواجد مثلا محمد صبحي كده يبقى أحمد شريف إكرامي خصوصا كمان في الفترة اللي فاتت عدم اعتماد مستر باتشوكا عليه في المباريات هل ممكن باتشيكو أنا آسف يبقى ممكن ما يبقاش موجود في الفترة اللي جاية وارد لانت دلوقتي كده يبقى عندك أكتر من كذا حارس عندك لو نضم محمد صبحي أحمد شناوي شريف إكرامي أحمد مايهوب عندك أربعة طب مين بقى هيمشي في دول أنا بتوقع لو بالشكل ده لو فعلا يبقى كابتن أحمد شريف إكرامي هو اللي مش هيبقى متواجد بس خلاني نتكلم إنه هو مستوى الولد مستوى كويس واتمنى إن نشوفه في الفترة اللي جاية يكون متقلق لإنه هو فعلا من العناصر المهمة جدا وش ظهر بشكل كويس حقيقي بصراح محمد شبانة أستاذ محمد شبانة طبعا هو أخ عزيز علي وعشرة سنين يعني إنه هو عارف إن أنا من الناس اللي أنا بحبها جدا وبحترمها وكان فيه تعامل منه أنا في الناشئين وحتى لما ابتدت أشتهر من الناس اللي بحبها اسمع له ممكن ساعات أوهات كتير جدا الناس بتختلف معاه تسرحاته في اسلوبه في طريقته بس هو ليه حتة مميزة كده يعني نتكلم على نفس اللي أنا تكلم تعليمين شوية أنت فين يا رمضان يا صبحي مش ظاهر مش أنا الواحد اللي تكلمت يعني أنا فجيت إن تسرحاته كان حتى بيتكلم على رمضان صبحي طبيعي الناس كلها على فكرة إن رمضان صبحي كان ليه كان ليه مكانة كبيرة جدا عند الإعلاميين وعند الجماهير فجأة بس اختفت فالناس كلها بتسأل فبرده طبعا يا أستاذ محمد شبانة يعني من الناس الوعية جدا ومن الناس اللي بتحب بتتابع كورة على فكرة وقريب من لعيبة وإعلاقاته كويسة ودايما لما بيجي يتكلم كإعلامي بيتكلم في حاجات كتيرة جدا وقعية بيتكلم في حاجات كتيرة جدا بصراحة بتعجبنا أنا شخصيا يعني طبعا اتمناله التوفيق وهو يستاهل كل التقدير والاحترام مني وكل الخير ليل إن شاء الله في الفترة اللي جاي كابتن محمد عواد حارس مار مند الزمالك في تصريح ليه ما كناش في مفاجأة لما أمام عشور الراحل آلي وهو حاول يرجع الزمالك والنادي ما كانش فيه فلوس عشان كده ما جاش طيب أولا دي تصريح من كابتن محمد عواد ويمكن فيه كلام على فكرة خدوا بالكو برضو على عواد عدم انضمام المنتخب ماس كان مفهود إن ممكن ينضم يعني على حسب صبحي صراحة لإن صبحي في الفترة فات ما كانش بيلعب ويمكن يعني في الآخر هي اختيارات مستر فيتوري يعني ما هو أنت هل تاخد واحد بيلعب ومشارك في الملعب ومتواجد ولا بتاخد حد ما بيلعبش خصوصا كمان عرضه للبيع وإقافه فدي وارد إن هو وجهة نظره إن هو محمد صبحي أفضل بس أفضل من ناحية إيه؟ أنا معرفش يعني أفضل إن هو هل أفضل إن هو ما بيلعبش؟ هل أفضل إن هو مش هيعمل مش هيعمل دوشة للحراسة المرمى؟ خلا نتكلم يا جماعة دايما في ساعة اختيارات إن انت بتجيب حد كحارس مرمى ثالث أو رابع أيا كان عشان ما يعمل لكش دوشة عشان ما يعودش يطلب منك إن أنا ألعب وإن أنا شارك وليه ما بلعبش لأن في الحاجات اللي زي دي ما بتبقاش مطالب يعني هنروح بقى على كابتن خالد الغندور دايماً كابتن خالد الغندور يعني بستمتع به بصراحة وهو بره نادي الزمالك بره نادي الزمالك بره نادي الزمالك أهو بس ما شاء الله والله يا العزمي إحنا كلنا عملين كده يعني ما شاء الله عليه بره نادي الزمالك تاخدوا منه تصريحات وقعية محترمة بإسلوب إسلوب لعب كورة إسلوب حد لعب كورة مش حد واحد اللي هو لعب مطش ولا مطشين وفيه ناس بتسرع وهو ما ليبسوش شورت وفانيل فده كابتن خالد الغندور اللي هو التصريح اللي أنا هقولولكو ده هو ده التصريح بتاع لعب الكورة عشان كده دايماً بقول إن أنا بختلف مع الناس اتكلم كورة اتكلم بواقعية ملهاش داخل بأهل والزمالك اتكلم باللي إنت شايفه لإنك إنت ليك إسمك فبصراحة كابتن خالد الغندور بصراحة في الفترة الأخيرة يعني أنا حتى ما قلقني يعني من التصريحات بتاعتي بس ليت الموضوع ما شاء الله مستمر هو تقريباً مستمر عشان هو مش موجود في نادي الزمالك فطبعاً تصريحات كابتن خالد الغندور الزمالك هيبيع زيزو في انتقالات الصيف المقبل ده وارد على فكرة نزيزو ممكن يمشي وفيه تصريح تاني نادي الزمالك مش بيتفاوض مع لعيبة عالمية ولا لعيبة تستعليها الفارق هل هو يا جماعة ده كلام جميل قوي يعني تبقى كابتن خالد ما انت اللعيبة اللي كانت موجودة دي اللي هي اللي موجودة حالياً وإنت متواجد في نادي الزمالك كنت مطلحه من هم كريستيان رونالدو وميسي وكريم بنزيمة وهيصنعه الفارق طيب انت يعني ليه الكلام ده ميبقاش موجود وانت حتى موجود في نفس المنصب عفكرة دايماً اللي بيحب النادي اتكلم بخبراتك اتكلم باسمك انت اسمك كبير عفكرة يعني اسم كبير جداً عفكرة وكابتن من كبات النادي الزمالك ورامز من رموز النادي الزمالك ليه الموضوع ده ما كانش موجود على فكرة ليه الموضوع ده ما كانش موجود وانت في النادي الزمالك يعني وانت برا طلعت اللاعبة كلها اني مفيش ولا لعبة عالمية ولا لعبة حتى تصلح لنادي الزمالك ولا هتعمل الفارق طب ايه لعب نادي الزمالك هيعملي طيب يعني الكلام ده لو كان حصل في الفترة اللي انت كنت حداك متواجد فيها مع نادي الزمالك كان الموضوع هيبقى اختلف بس طبعا عشان حداك مش موجود في نادي الزمالك فالطبيعي ان انت هتصل حداك هتبقى وقعية وهتلاقي ناس كثيرة جدا بيتتافق معاك وانا هم اتفق معاك ان فعلا الامكانيات اللاعبة اللي متواجدة وحتى اللاعبة اللي نادي الزمالك بيتفاوض معاها لا تصلح ان تكون في نادي الزمالك نادي الزمالك محتاج معجزة محتاج فريق كامل يعني شفت اللاعبة اللي كهيتمسكة المسكات دي كلها انت ما عندك مثلا بتاع 12 لعيب يتقلع منهم المسك ده يعني مش لازم يلبسوه لان هو مش هيفيدهم اصلا نادي الزمالك محتاج فرقة كاملة نادي الزمالك محتاج تجديد تجديد دماء تجديد شخصيات جوه النادي تجديد شخصيات لعيبة حتى جوه الملعب نانس زمالك عدم وجوده على فكرة ده مضر جدا يا جماعة ده تلت لعيبة من نانس زمالك موجودين في منتخب مصر تلت لعيبة ده مشكلة كبيرة على فكرة مصر كلها على مدار تاريخ منتخب مصر ببطولاته بالحصول على البطولات بكل حاجة يعني انت هتكلم يا جماعة همتخب مصر احنا واخدين سبع مرات بطولة كاس الأمم الأفريقية بحبنا 14 سنة مش موجودين تتخيلوا يا جماعة السبع بطولات دي كانت معظمهم لعيبة محلية لعيبة من الآلي او كلها مش هقول معظمة يمكن في الوقت ده يمكن حتى الجيل اللي قبلنا كان فيه كابتن هني رمزي يعني هتلاقي واحد ولا اتنين هما اللي موجود قبلها كان كابتن مجد عبغاني كان موجود برضو احترف في البرتغال شوية فهتلاقوا الموضوع من الآخر هو القوام منتخب مصر باللعبة المحلية اهلي وزمالك انا بصراحة اوانا بتفرج اهلي وزمالك واسماعيلي طبعا هو ده الاساس بتاعكم بس انا هتكلم الاساس الاجبر والقوام الاكبر هو اهلي وزمالك جي الوقت اللي بناد الزمالك يبا عنده تلات لعيبة بس موجودين في منتخب مصر في منهم كمان لعيبة كانوا موقفين يعني فيش غير لعيب واحد وهو زيزو يعني نادي الزمالك دلوقتي ما عندهش اللاعب واحد لان هو الوحيد اللي كان جاهز وهو الوحيد اللي في الفترة الاخيرة اللي كان موجود واللعيبة التانية كان عندهم مشاكل فتوح ومحمد صبحي يعني انت كنت بتتكلم ان فيه فرد واحد من اللي كان بيشارك مع نادي الزمالك كأساسي هو احمد سيد زيزو طبعا يعني اتمنى انشوف نادي الزمالك في الفترة اللي جاء ويرجع واتمنى ان كل الناس ما هو مش بحب بناد الزمالك إنه أحب بناد الزمالك وابلا وعد أتكلم في الصحافة والحب فعل ما قودش أتكلم بس على فتوح بس تكلم عن ناد الزمالك شوف الأزمات اللي موجودة حسن فتوح مش هو اللي هجيب البطولات ومش هو اللي هيخرج الأزمة بنان ناد الزمالك وهو اللي هيخرجه من الحداشر للمنافسة الناس عايزة تشتغل اشتغل لصالح ناد الزمالك نروح لفاصل وانتظرونا في فقرة وانتو مع كابتن واي اللباني نجم ناد الزمالك اهلا وسهلا بحاجة لكم مرة تانية في فقرة وانتو فقرة وانتو معايا نجم اه حبيب اخويا يعني حبيب كابتن واي اللباني نجم بلاس تسعين ونجم ناد الزمالك ومنتخب اسم نور الدين انا بحب دحكتك في البداية بتقلق ايه والله اتا حبيب. على طول. حبيب حبيب ايه مرمي. نور الدينية ودائما يعني بجد بتعلق معك حقيقي. انا بسعيب بوجودي معك طبعا ابراهيم والحمد لله بتبقى حلقات اه اعتقد يعني الحمد لله ان بتبقى هدفة يعني الحمد لله. ومين زعلان منك بقى? الناس كلها زعلان مني. مين? كبترد زعلان منك اسمعك? كبترد زعلان مني. طب زعلان منك ليه? اه مش عارف. يعني حد وصل له كلام او هو ارى كلام مش على الثاني. ان انا قلت ان كابتر رضع بعال اه ان هو بيحب ياخد ترند. نمر واحد انا ما قلتهاش. مش انا اللي قلت كابتر رضع بعال. حتى لو قلت. بيحب الترند. نمر اتنين اتقال ان كابتر رضع بعال لعيب عادي وان هو نزل طنطة وكلام من ده وناس بعاتتلي حتى البوست. انا استغربت الحقيقة يعني. اللي عايز اللي عايز يعرف حاجة يخش على الفيديوهات ويعرف. انا ما قلتش كده انا قلت كابتر رضع بعال وكان معاك. كابتر رضع بعال لزيز جدا. واخد بالك. اه كابتر رضع بعال. ما بيعجبوش حد. يعني انا مش. ده اه ده التصريح. اه. ما بيعجبوش حد. اه. يعني انا قلت حتى وتكلم على مروان قبل كده اعطيها وتكلم على طريق حامد. اه. كابتر رضع بعال هو عشان لعيب مهاري اوي اوي. فهو عايز اه يبقى كل اللعيبة مهاريين. فالامور بتبقى صعبة من ناحية اله اه. التابتك حتى داخل الملعب. فهو عشان موهوب. فعايز الناس كلها تبقى موهوبة. الكرة مش كده. الكرة فيها ناس موهوبة وناس بتتعلم. وفيها حاجة اسمها مراكز. والمراكز كل مركز وليه طريقة لعب وطريقة اداء. فانا ما قلتش كده على كابتر رضع. تمام. اه. كل اللي تقيل ده او البستات اللي اتبعتتلي. انا استحالة ان انا اقول كده انا لما بقول حاجة بقولها بالشياكة. وانا ما بجرحش في حد. وبقول وجهة نظري انا الشخصية. يا حي. ولازم تعرف حاجة برضو ابراهيم انا لما بتكلم بتكلم فني. وبتكلم كرة. لا عمر غلطت في شخصيات. اه ولا دخلت جوه قلوب الناس. عشان اقول مسلا ده كذا كذا. ما بتكلمش برك الكورة. دايما معاك بنتكلم جوه الكورة. ده حقيقة جوه الملعب. ولما باجا اتكلم باتكلم بالمنطق وبقول ليه? مش بارمك كلمة وخلاص. يعني مسلا ايه? ما اجا اقول ابراهيم مسلا النهاردة اشتغل غلط. مش باسكت. طب الناس عايز اتعرف ليه اشتغل غلط. فانا بقول اشتغل غلط كذا كذا كذا. طب انا لما قلت ان كابتر رضع بعال ما بيعجبوش حد. بقول لك برضو ليه? طب هل انا اللي اتكلمت على طريق حامد وانا اللي اتكلمت على مراون عطية اللي هما اصلا ديفندرين اللي هما ستة. مراون دلوقتي افضل ستة في مصر. وطريق حامد كان افضل ستة في مصر. ساعتها. اه. الناس كلها بتقول كده. هو اللي اتكلم. طب انا لما قلت ان كابتر رضع بيعجبوش حد. طب ليه? عشان هو لعب موهوب. لعب جامل جدا. كان احسن واحد في الحتة دي. مهريا عالي جدا. وموهوب جدا. رغم ان بالمهارة دي ايه عمر ملعب منتخب مصر? اه هو ملوش حظ في منتخب مصر. خلينا سرح هو مش شرط ان كل واحد ملعبش منتخب مصر. يبه هو لعيب قليل. طب احنا لو جينا نتكلم عن احسان عشور كان شال النادي الالف. اوه كبيرة جدا. ورغم ذلك مراحش منتخب مصر. دي وجهات نظر. ساعات في ناس ممكن تكون مش مقدية في في المقاة. انت عارب برضو الدنيا هنا بالحب. يا بس كان في الوقت بتاع منتخب مصر في السنين اللي هي حتى قبل الجيل بتاعنا ما كانش فيه حب. كان فيه تقلق. رضع بعال ما تجربش. عايز تقول لي ان بقى ده رضع بعال العالي ده ومهاراته العالية دي. ما يروحش حتى يتجرب كان منتخب مصر. مش هقول لك حتى يا سيدي انت تاخده ولا ما تاخدهش او ينفع ولا ما ينفعش. مين اللي يقول ينفع ولا ما ينفعش? الملعب. بس خد بالك في الوقت ده كان رحمة الله عليه كابتن محمود الجاهر. الله رحمه. يعني انت فهم ما اصول دي ده كان الاسطورة التدريب لحد دلوقتي. طبعا. في الوقت ده كان هو كابتن محمود الجاهر كان هو مدير الفن المنتخب مصر. طبعا. بس ما حدش معصوم من الخطأ. وانا فاهم بس كان ليه اختيارات معانا هو بيحب. بس برضو ما حدش معصوم الخطأ. اكيد. يا انت بتغلط وانا بغلط عادي جدا. ولما غلط اعتزر ما فيهاش مشكلة. وانا لو قلت حاجة على حد وتلعت غلط اعتزر. بس انا بتكلم في حاجة. انت لما تيجي تبص على الدوري المصري. على رضع بعال. ها? حد يختلف عليه? لا. علامة من علامة الكرة في مصر. تمام? طيب انت النهاردة لما تيجي تتكلم على رضع بعال في صفقته حتى في انتقاله من الزمالك للاهلي. شوف ايه اللي حصل. هل ما ينفعش ان رضع بعال يروح منتخب مصر وتشوفه حتى لو ما ينفعش خلاص بانت عملت اللي عليك. زي القصة دلوقتي. انت النهاردة في ناس ما قدية بشكل كويس في الدوري. وما رحيتش انتخب مصر. الباب لازم بقى مفتوح. مش مقفولة على ناس معينة. خد بالك في المدربين مهما كانت كويسة. في حب وكره. في مدربين بتحب وتكره. في اللعيبة. خد بالك. في مدربين بيحب كوالتي معينة اللعيبة فيه واحد بيحب اللعيب اللي مش مهاري بيحب اللعيب اللي بيخبط. لا يعني انت عايز تقول لي منتخب مصر وقتها ما كانش في العيبة مهارين. ده معظم العيبة مهارين. لان خد بالك زمان حتى ما كانتش بتعتمد على القوة قوي. تمام? كانت بتعتمد على المهارة اكتر. لان الموايب حتى زمان احنا قلنا الموايب زمان افضل من الموايب دلوقتي. فكانت كلها مواهب. فها الرضع بعيد لا يستحق ممتخب مصر. حتى لو هو ما يستحقش في وجهة نظر الناس يقول لك لعيب محلي. هو التاريخ بيقوله ولعيب دولي. تاريخه بيقوله ان هو ما لعبش ممتخب مصر. ما نقول لك يعني وعد يقول لك. على مراحل كده عشر ده يوروبا ساعة. طيب يبقى يبقى مخدش الفرصة. في ناس بتصمم على ناس انها تاخدوا الفرصة عشان حبه. وفي ناس اول واحد اول غلطة يقول لك لا. زي مسلا ايه? يجي مسلا مدرب او مدير فني يقضي يلعب بتشكيلة تشكيلة فالناس توقع تتكلم عن لعيب معين ده ايه قاعد ليه قاعد ليه? طب انت النهاردة لما يكون واحد قاعد خمس ست سبع ماتشاط ورا بعد ويجي يلعب اول ماتشاط. هتلاقي في مستوى اللي بيلعب السبع ماتشاط? استحال. اكيد. لان ما اخدش فورمة الماتشاط. فانت لما تيجي تلعبه ما تخنقوش. والوقت اللي انت بتلعبه فيه لازم تبقى مركز اي توقيت عشان ترفع من روح المعنوين. انت لو خدتم دير فني في الوقت اذا منتخب مصر ده كنت تختار كابتل ردعب على. اه طبعا. طبعا. ما ارجع اقول لك تاني. حتى لو هو مش هينفع بس لازم اخدوا اشوفه. واددي له فرصته كاملة. كل العيب طالما بيقاد بشكل كويس. ادي له فرصته كاملة. طب كان بيلعب فين? زي مالك واهلي. اكبر نادين. يعني ما كانش حتى بيلعب في حتة عشان يقول لك لأ عسل مش لعيب لأ. كان بيلعب افريقا وكان يعني مشاركاته كان كتيرة جدا في البطولات. فاحنا بنتكلم النهاردة الحب الكريد ده في مشكلة كبيرة جدا. ده بيحصل حتى دلوقتي. انا بقول لك هو هميجي ادي لأ بص اول باص للعيب ده. يقول لك بص اهو ده اللي بتكلمه عشان يلعب. واحد تاني بقال له سبع ماتشات ممكن تلات اربعة بصات غرط واربعة. ولا حاجة. يا من نفسه مش شايف. ده بيحصل. الناس بتوع الكرة عارف انا بقول ايه? وعارف ان كلامي صح. فالموضوع ده مهم جدا. هسألك على اختيارات مستر فتوريا خصوصا كمان بعد اصابة اسامة جلال. وانضمام ياسر ابراهيم. شايف ايه? واصل ياسر ابراهيم كان لازم يروح بالاول. احنا بنتكلم على تلاتة من برامدز وبرامدز اصلا ماشي بشكل مش كويس. الاهداف اللي بتخش فيه كتير. سب اللي عزول اخي. يعني دايما بعمش انت بيقولولك الاسئلة وره? لا والله. هسألك ازاي تم اختيار لعبة برامدز خصوصا انتفاع برامدز وهو عنده مسلا داخل فيه اكتر من تسع اهداف وعشر انا قلت لك ابراهيم انت لبرو وانا لبرو. فانا قريب. فاهمني? فانت النهاردة بتتكلم على تلاتة مساكين في برامدز. التلاتة تخيل التلاتة اخدهم. اه. الاتنين الاسئين بالاحتياطي. هو اصلا داخل في هم اهداف. والاداء ما كانش في الفترة. والاداء زي ما انت بتقول. احمد الشناوي معاهم. طيب. يعني انا مش فاهمها برضو. وساب ياسر ابراهيم ورامي ربيعة اللي هم ما قدوا بشكل كويس. فهي ملحوظة غريبة وجات نظر ما عرفش. ما انا بقول لك هل حب وكر هرجع اقول لك تاني. انا بقول وبقول لك ليه اهو. الجمهور هو اللي يحكم. انا ممكن اكون غلط هو صح? عادي. ما زعلش. تفتكر ان اه انا اسف لقتك. تفتكر ان ممكن يبقى فيه تأثير من من حوالين مستر فيتوريا من الجهاز الفني او من مسلا اتحاد الكرة? لأ طب ما هو جاء لك الاختيارات اختيارات انا. ما اي حاجة. ما هرجع اقول لك تاني. اختياراتك انت ما بحيط بش برضو المدير الفني. اللي وقته ما هو شغال يقول لك انا اللي بعمل كل حاجة وما حدش بيؤثر علي عشان يشتغل. مم. وبعد ما يمشي يقول لك ده كان بيحصل ويحصل ويحصل. ما بحيط بهاش. لا انت تعالى اقول ان فيه ناس بتتدخل في في التحاد الكورة. واعتقد ان دي ما بتحصلش. هو اختياراته. تعتقد ولا اكيد? لا اكيد. اختياراته. فهو هو المسؤول. فاختيارات برضو فيها وجهات نظر غريبة يعني كل واحد كل مدير فني بيقول اللي هو شايفه او اختياراته على حسب وجهة نظره. انا وجهة نظري بيقول ان ده غلط. وقلت غلط ليه? طب انا صح? الله اعلم. هو صح? الله اعلم. تمام? لازم كمان نضي السيقة اللاعبة دي ايا كانت الاختيارات. واحد دعم. عشان بس نبقى فاهمين لان انت طالما اخترت حتى لو انت مش معاه في الاختيارات بس لازم تدعب منتخب مصري. لان هو في الاول وفي الاخر بيقود علينا احنا كمصريين. واكيد. واحنا بنبقى عادين قدام الشاشات بنتفرج لو حصل حاجة ابن الداء جدا. وفيه تفاعلات كبيرة جدا. فمش معقولة عشان انا مش راضي. هستناله ان هو يقع. انا كده مش مع البلد. لا لازم اكون مع البلد. ولازم اكون مع المنتخب ايا كان اختياراته. فلازم بقى فيه دعم كبير جدا من الاعلام لمنتخب مصري. لان دي بتدي ثقة للاعيبة داخل الملعب ومعنويات مرتفعة جدا. انا حتى وانا بلعب وانت بتلعب تخيل لما الجمهور كان بيبقى وراك. طيب. حتى لو انت وحش بتحاول تقوم تاني. طيب. لكن لو انت بسيط بس غلط او التاني ولاقيت الجمهور بيزوم عليك انت بص. بتنزل. صح. ثقتك خلاص بتقل. فانت النهاردة لما ترفع معنويات اللاعيبة هتقد بشكل كويس لان نسبة كبيرة من الثقة في الاداء. آآ سوري في نسبة الثقة في الاداء ده بيدي نسبة كبيرة. طيب. فدي مهمة جدا. هو دعم الجمهور بيبقى حوالي بنسبة سبعين في المية. ما تشتغلش في الملعب وانت قلقان وانت خايف. في حاجة اسمها تركيز. بس في حاجة ما عايز اسمها عدم خوف. يبقى عندك ثقة انك انت هتكسب. الثقة دي مهمة. طيب الثقة دي بايه? هرجع اقول لك تاني. بمجهود. بتركيز. بالفرص اللي بتجي لك لازم تستغل لها. بالهجمات المرتدة اللي عليك لازم تكون انت واقف كويس. باي هجم عليك لازم تكون المدفعين ونص ملعب واقفين كويس. تركيز في حركات اللعيبة. تركيز في اللعب بس. مش خارج الملعب. كل ده بيخليك في الملعب كويس. الهدوء. ان انت شغال محدش عصبك. انك انت لما تيجي تعمل باس وتغلط ما تقلقش. اعمله تاني. طالما انت بتشتغل صح. مفيش حاجة اسمها انا باجي اشتغل وبعمل باس فقلشت مني فقوم همدان ويبقى ما عنديش ثقة. لازم تدي ثقة لنفسك ان انت اعلى من الناس اللي قدامك. حتى لو هم اعلى منك فنيا. اعم. بس مجرد ان انت عندك احساس داخلي. ان انت لعب كويس وتقدر تكسب اللعيبة دي. بالمجهود برضو بالتركيز هتكسب. وده بيحصل في في ناس كتيرة جدا. فده مهم ان انت تركز. بص يا براهيم احنا لما انا لما كنت بلعب حتى الناس كنت تقول لي انت نسبة طاقة عندك عالية. ليه نسبة طاقة عالية? اول حاجة بركز. تمام? تاني حاجة انا بصص على حركة كل اللعيبة. مليش دعوة باللي برا. يعني ببص مسلا الكرة الطولية. كم واحد بيتحرك? وببص في عين الخص. بصص فين? وقت اللعبة هيلعب فين? انت فاهمني? ابقى اريه. هي دي مهمة جدا. ما ببقاش متعصب جدا وانا داخل على الكرة. ليه? لان انا لو تعصبت ممكن يبقى فيه فقد في جزء بالتركيز. انا بركز على حاجات معينة. مش بركز على حركة واحدة. في لعيبة بتشتغل زى ما هي كده. عارف الخط ده? اه. هي ماشي عليه بس. ده مش تركيز. لان انت لازم الحركات بتاعت اللعيبة الخصم والتاكتك وشوف بيشتغل ازاي? لو قارتها هتبقى افضل منه. زي ما انت بتجي تقول لي ايه? بتقرأ اللعيبة او الفرقة اللي قدامك الخصم. فبتقول لي ايه? الفرقة دي بتحضر من تحت بشكل كويس. طب لما بتحضر بتطلع ازاي? انت فاهمني? هي عايز تطلع منين? من على الاطراف? ولا من قلب الملعب? ومين فيهم مميز? ومين فيهم مش مميز? ومين النقطة اللي انت عايز توصلها للعيب معين عشان ده كرته قليلة عشان لما تضغط عليه تعرف تقطع الكرة. ولما تضغط تضغط جماعي ازاي? مش مش فردي. كل ده تركيز. طيب اللينك بقى بين اللعيبة. حتى بتاعت منتخب مصر. لازم تبقى مفهومة. يعني انا فاهم ابراهيم وفراهيم فاهم محمد فاهم. انسجام بين اللعيبة. اه. الانسجام ده بالقراية مع بعض. يعني انا عارف لما ده هيدغط يبقى مين هيروح وراي يبقى مين وراي يبقى مين وراي يبقى مين وراي. طب انا عارف لما الكرة مسلا تطلع يبقى احنا قفلنا التلت بتاعنا الاخير ازاي? عشان نقرف نقطع الكرة. طب لما احنا قطعنا الكرة هنطلع بها ازاي? في ناس بتطلع وفي ناس بنطلع عليها. انت فاهم? كل دي بص في حاجات كتيرة كده. كلها كده يعني عارف يقول لك ايه? ملعبك شوية. لكن انت كلعيب هو ده شغلك. انت كلعيب ده شغلك. لو انت معرفتش تشتغلها يبقى انت متلعبش. زي ما اجا اقول لك ايه? اللعيب اللي ما اعرفش يلعب تحت ضغط خصم. ضغط خصم مش تحت ضغط جمهورة. اه. تحت ضغط خصم يعني تحت ضغط. يبقى ملعبش كورة. لان هجيب ناس عندها خمسة واربعين سنة خمسين سنة كتلعبها جامدة قوي. لو سبتها فريمة هتعرف تباصي. سبا. لكن الفرق بيني وبينك ايه? ان انت بتعرف تشتغل تحت ضغط وانت سنك صغير وبتعرف تطلع بكورة. وتعرف تحضر بشكل كويس. الناس الحركة حتى. يعني احنا لما بنيجي نشتغل. ما فيش حاجة اسمها انا بقى انا هلعب الكورة. واتنين بس هم اللي بتحركوا لي. لا ما ينفعش. في حاجة اسمها في تاكتك. ستة سبعة بيتحركوا في الملعب. لان ليه بقى? لما بلعب الكورة لابراهيم ففي واحد بيتحرك. لما او اتنين. لما بلعب الكورة اللي واحد فيهم. ففي اتنين تانين بيتحركوا عشان اوصل للكورة. ولما بوصل للاتنين في ناس بتقرب عشان تاخد الكورة. الحاجات دي ممكن شرحها سهل. لكن تنفذها. صعب. صعب. اللعيب المميز بس الموهوب هو اللي بيعرف اشتغل دي. اللعيب اللي بيعرف يحفظ التاكتك كويس هو اللي يعرف اشتغل دي. فالحاجات دي مهمة جدا. لو عملت الحاجات دي اعتقد ان المتخب مصر يبقى في حتة تانية. بتتفع معايا ان فيه ظاهرة غريبة في الفترة الاخيرة في العموم في في الكورة المصرية او للعيبة كلها. ان ما فيش حد بيواجه جوه جوه الملعب بي اسببها ايه? ممكن. اسببها ان فيه ناس ما بقيتش تستحمل. يعني اللعيبة حتى في يعني التوجيز ذات نفسه ساعات بيبقى بطريقة مختلفة عن زمان يعني لما كنا. كنا في الملعب مع بعض كنا بنواجه زمان احنا بنواجه بس. بنواجه بس. بنواجه بس. ممكن دلوقتي تحس ان فيه عصبية حتى في التوجيه. انا بشوف مشاورات بس يعني بشوف اللعيبة بس بتشاوي. بتحس ان فيه عصبية في التوجيه. بس انت لو بتكلمني انا. انا برضو كلاعيب مش محتاج لعيب جوه يوجهني. اللعيب اللي ممكن يوجهني يبقى بس عارف انت ايه? يقول لي خد بالك من اللي في ظاهرك في حد فاضي. ودي برضو مع اللعيبة المفروض دي دور فني. مدير فني. واقف برة على الخط. لان انت دورك ايه? ان انت مش بصص على الكرة بس. تخد بالك كابتن واقل جوه الملعب حاجة. وبرة الملعب حاجة. يعني انت بتلعب واحد بنلعب المباريات. في اوقات كتيرة جدا كان مسلا المدير فني يجي يوجيهك انت من كتر التركيز بتاعك ومن كتر الجمهور والضغط النفسي. انا معاك ولازم يبقى فيه قائد. الجمهور والضغط النفسي. انا معاك ولازم يبقى فيه قائد. انا معاك في الحتة دي لازم بقى فيه قائد يوجه. خد بالك مش شرط واحد بس اللي يوجه. هو كل خط. انا مسلا لو قائد وبالعب فروت. هوجه مين? اللي ورايا. في كل الخطوة. بالعكس. ده هو كل يعني انا مسلا حرس المرمى ده بيوجه خط الدفاع كله. وخط الدفاع. تمام. هي تسلسل. دي مهمة برضو ان ان انت بس بس هارجع اقولك تاني توجيه. توجيه بمعنوات يعني انا مسلا بشجعك. تمام? ولما باجيه اوجيهك فيه اسلوب لطريق التوجيه. اقولك مسلا ابراهيم خد بالك فيه واحد وراك. بص بسيطة. انت حتى مش تدايق. لان انا ملتلكش كلمة مش حيل ما تعصبتش عليه. لو فيه زعية كنت نوال ده شيء طبيعي. لا 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 خد بالك زعية دلوقتي لاني. حتى لو زعتلي تعال اقف هنا حاجات عادية. بص 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 ابراهيم فيه ناس فيه ناس معلش فيه العيبة بتستغلها غلط. معلش? وانت عارف كنت بتلعب. فيه ناس كانت بتعمل زعيق وهو يعني اللي خاف على الفرقة بس عشان الصورة تبان ان هو عنده حماس لكن هو لا ما ينفعش الاسلوب ده لاني انت بتغلط وانا بغلط. بس انا بختلف. انت هتزعق لي هتزعق لي. انا بختلف معك في دي بصرحة. ماشي دي وجهت مزر. بنختلف مع بعض جوة الملعب انت بتوجيهني وبتزعق لي وانا بتزعق لي فده شيء طبيعي. والاخر هي مصلاح الفرقة. والله ابراهيم فيه ناس بتزعق. هو كانت معروفة من الناس اللي التامل كده. والله فيه ناس بتزعق في الملعب وبتحب الشوق. وفيه ناس بتهرب من الملعب. ما بتزهرش في الشاشة. خد بالك. يعني ايه? يعني مسلا لو كلمت على مدافع هو مش عايز يحط نفسه في مواجهة واتكلم واحد تاني عشان يروح له. رغم ان هو اللي المفروض يروح. يغطيه مسلا. تمام? فييجي مسلا الغلطة من مين? من اقرب واحد. لما تيجي تحلل كده يعني الناس ما بتاخدش بالها للأسف. يجي حلل يبص اقرب واحد مين يقولك ده? لا هو مش هو الغلطان. فيه واحد تاني لو اقرب بس هو خايف يقرب عشان ما يكشفش. بتحصل. انا كنت لعيب في الملعب وعارف. الناس ممكن تستغرب من الكلام ده. لا انا بقولك اللي جوه الملعب. ده اللي جوه الملعب. عشان كده بقولك طريقة التوجيه. لازم تبقى طريقة عقلة وهدية. عشان حتى اللعيب ما يتضيقش منك. لان اللعيب جوه ممكن يقولك ده بيتمنظر عليها. وفي في فعلا اللعيبة بتتمنظر على اللعيبة. دي حقيقة. مش كل الناس عشان بس الناس مت اه مش كل الناس. لكن فيه ناس بتتمنظر على اللعيبة داخل الملعب. انا انا اللي يقرأ الحاجات دي واحد لعيب كورة. مش واحد ما لعيبش كورة. توقع ان ممكن منتخب مصر يرجع بالبطولة? هي مش صعبة بس مش سهلة. احنا عندنا مشكلة ان احنا بقالنا فترة ما خدناش امام افريقية. ومرتين وصلنا نهائي. اه فدي ممكن يعني عارف بتعمل عدم ثقة عشان كده قلت لك لازم كل الناس تبقى وراء المنتخب. دي ثقة. وما تستعجلش. ومش عايزين نخبط في اللعيبة. مش عايزين نقول بقى اللعيب ده. لأ. خليك واقف وراء المنتخب. عشان دايما حتى دايما بقول لك ايه. وانا مسلا شغال مدرب بيبقى معايا مسلا جهاز. فييجي الاعيب مسلا مش فايق مش يوم. مدي مسلا هو بيدي تمانين في المية تسعين في المية من كويس. وجي في اليوم ده قدي اربعين في المية. فتلاقي حد من الجهاز يقوم مزعاله. قل له ما تزعالوش. عشان الضغط اللي عنه. ده مش يوم. طب انا ليه قل له ما تزعالوش? هو دلوقتي معه ربعين في المية وفي جوه الملعب. انا مش قادر اوقف اللعب. فعايز اوجيه بس. وارفع من معنوياته. فبعمل ايه? قل له هم سيبوه. على الاقل ليه? الاربعين في المية ما ينزلوش لتلاتين في المية. لان انا لو ضغطت عليه هينزل تلاتين في المية. لا انا عايز الاربعين يا اما يستمروا لحد بس ما يطلع لي او اشوف تغيير. يا اما اوصل الاربعين خمسين اقرب حاجة. فهي نفس القصة. احنا عايزين طول ما احنا في البطولة طول ما احنا مع اللعيبة. لان انت مش تقدر توقف. فلازم تبقى وراهم. لما انت تبقى وراهم حتى هو يحس زي ما قلتلك بسقة. يقدر يعرف اللي هو ايه? يحسن من نفسه. غصبا عنه. سا. مش بما زي هو لما يلاقيك انت بتشجعه. زي الجمهور انت ليه? انت ليه بتقول نمرة واحد الجمهور. هو اللي بيحركني. سا. هو اللي بيشجعني. لو قلب علي انا مش هشوف. على طول كده. مش هشوف فعلا. لان انا انا اصلا مش شايف. فتخيل بقى الجمهور كمان بتاعي ضغط علي. فمش هشوف. لكن لما الجمهور يشجعك وانت بتغلط. ده لأ اكيد انت بص هتحس لأ انا عندي دم انا لازم افوق. فدي مهمة جدا. شايف حالة الانقسام اللي ما بين جمهور النادي الاهلي والزمالك على الاختيارات وكام دي ممكن تأثر على لعبة منتخب مصر? هي جوة اللعيبة ما اعتقدش. فعايزين احنا بقى نفصل ما هو ده اللي بقولك عليه. مش عايزين نسكت الحتة دي. ما هو ده الغلط. طبيعي اللعيبة بتتابع وكل حاجة. لان ده بيعمل احتقان واخد بالك لازم ان اللعيبة كلها زميل. سواء زمالك واهل اسماعيلي مصري مأونين. كل الناس زميل وانت عارف الموضوع ده اكتر واحد. احنا في منافسة شريفة داخل الملعب. ما عندناش مشكلة. زمالك عايز يكسب اهلي عايز يكسب اسماعيلي عايز يكسب ده حقه. لكن بره الملعب. وكل واحد ليه انتماءه برضو. طبعا. لكن بره الملعب احنا زميل. ايه المشكلة? ايه المشكلة ان احنا نبقى زميل? يا دي فيها مشكلة? طيب. طيب ولما ننزل انا ما عرفاكش. انت عايز تكسب وانا عايز اكسب. طبعا. فدي ما فعاش اي مشكلة. فانت النهاردة اللعيبة في المنتخب. لا هم زميل. وحباب. لان هما الاتنين اجتموا على حاجة واحدة. ايه. ومصلحة واحدة. فليه هيكرهوا بعض? ده تبقى كارسة. ده لو تعملت تبقى مشكلة. مش عايزين احنا بقى نحط النقطة دي. يعني نتكلم على الحتة دي. حتى لو السيشاميدي بتكلم احنا لازم نقفل. لازم نقول عكس ده. عشان حتى اللعيبة ما يوصلهاش جوه يبقى في احتكار بين اللعيبة وبين بعضها. ايه نقطة القوة اللي ممكن يتعامل بيها مستر فيتوريا مع اللعيبة. في الفترة اللي جاي. جوه الملحب. من ناحية الفنية. ناحية الفنية. بص الخط الامامي. الخط الامامي عندك مميز. لازم تستغله بشكل كويس اول. يعني انت بتكلم مسلا في محمد صلاح. مصطفى محمد. مرموش. مكلم في اربعة حتى الناس حتى لو كلمنا على زيزو كلمنا على مصطفى فتحي. آآ كل دول نقاط قوة عندك. واخد بالك الفرص اللي هتقدر تستغلها هي اللي ممكن تكسبها. اللي هتجيب لك البطول. على طول. مع تركيز بقى في في طريقة لعب الخصم. ازاي هتشتغل على الخصم. دي مهمة جدا واللعيبة تقدر تطبق. لان انت بتشتغل في الملعب وتنفذ بقى. يعني انت بتشتغل في التمرين عشان تنفذ الحاجات دي. لازم كل اللعيبة تشتغل على دول على هذا الدول. يعني فهم? ان كل اللعيبة مع الجهاز الفني. مركزين في طريقة الخصم. يبقى لاتنين فيهم لينك من بعد. ان انا بشتغل عليها وانت تطبقه في الملعب. فدي مهمة جدا. آآ مست كل بطولة في الفين وستة والفين وتمانية والفين وعشرة. وحتى تمانية وتسعين كان دايما بيزهر نجم. تتوقع مين اللي هيكون نجم البطولة دي واللي هيكون يعمل الفريق مع منتخب مصر? المنتخب كله الحقيقة. لان احنا في وقت مش هتعرف تطلع نجم لان هي انت لو يعني في تمانية وتسعين كان كابتن آآ حسام حسن كان هو الابرز. وكان كابتن حزيم. طبعا اسمها كلها نجو بس انا بكلمك على على الابرز. بس. كابتن حسام حسن. حزيم امام. عب سطار صبري. ايه لا ده كتير. بقول لك مش عايز بس عشان الناس ما تزعالش. لأ مش مش زاهر. بقول لك اللي دايما كان يبقى فيه. طارق مصطفى. لأ كلهم زهروا. خد بالك بس عشان تبقى فهم. اللي بي. مش قصدي ان هو نجم الاوحد. هفهمك مش النجم الاوحد. مش النجم الاوحد. فيه نجم. ما تقوليش كلام. بس مش عشان هما بيقولولك. مش قصدي والله بيصنع نفسه. يعني ايه بيصنع نفسه? يعني هو اللي اللي بيعمل كل حاجة في الملعب مش حد بيساعده. بس انا انا قلتش كده برنا. انا مانا بقول لك اوز تاني اما انا هرجع لك. هرجع لك ليه الحتة التانية. كل منتخب مصر كان بيخدم على حسام حسن. صح? طبعا. بس في ميزة بقى حسام حسن. راس حربة. بس في ميزة بقى حسام حسن. راس حربة محتارة. احسر راس حربة في مصر. ماهما تختلف وماهما. لما بتخدم عليه هو بيفنش كويس. صح. بس هل هو بقى اللي جاب الحاجة لوحده. لأ معظومة. عشان كده بقول لك. لازم يشتغلوا كلهم كنجم واحد. هو ده كمان اللي يديك البطولة. فهتقول كنجم واحد اعتقد ان كل. نص ملح. الاصلح ما الله اعلم. بس تطلع صح. ممكن ما طلعش. خط الدفاع غالبا معروف يعني. خط الدفاع محمد عب ميناء موحجازي. ومحمد هاني. ومحمد حمدي. ايه ده ما قلتش فتوح لين? منتوقع كل انا متوقع ان فتوح هو اللي هيبدأ. انا ما فتوح برضو مميز. فبراته اكتر. مميز. محمد حمدي برضو لما لعب كان كويس. ما احنا قلنا الاتنين دول. بدأ بايز بعد كده رجع المستوى نزل تاني في الفترة. احنا قلنا دول احسن اتنين اخد بالك. فهي. فانا بتكلم على محمد الحمدي برضو هو رجله في الملعب. فتوح ما تنساش ان هو. بقى له فترة وكان مقوف. طب لو لقى فتوح معاه. حتى لو لقى بعمر كمال برضو معاه. مين تتوقع يعني عمر كمال واحد عنده شد عضلي وعنده لمدة عشرة ايان فغالبا محمد هاني اللي هيلعب يعني هو دولة الفضلات بين فتوح ومحمد حمدي. اي واحد يلعب فيهم اه مش هبقى مش هقول لا دي وجهت نظر غلط. زيزو هيلعب ولا زيزو امام عشوها هيلعب ولا مش عمره اه ولا غالبا بشكل كبير كده مش يبقوا اساسيين. بص ممكن ما يبقوش اساسيين. ما انا قلت لك انا وجهت نظر ان ان مروان والنني وحمد فتحي. التلاتة مش شبه بعض. ممكن تجي تقول لي برضو زيزو امام ومروان مسلا. ما هو مش هيقاعد لك النني. طب لو قلت النني وزيزو وامام ما ينفعش. لان النني مش هو مروان. اه. لان مروان طريقة لعبه مختلفة تماما. مروان بيغطي اي حد مع مجهود تمام? مع طريقة دفاعية كويسة قوي ومروان الفترة الاخيرة ماشي في شكل كويس. هو برضو عايز نص ملعبه ما يبقاش مفتوح. لان اللي يمتلك نص الملعب هو اللي بيبقى تفوق عنده. فدي مهمة جدا طيب. انت النهار ده انني بيعرف يلعب كرة ولا بيعرفش. بيعرف كرة كويس بيستين كرة يوصل. حمدي فتح بيعرف يلعب كرة ولا بيعرفش. وحتى عنده الحتة الهجومية كويسة. مروان بدأ. طيب. طيب حمدي فتحي بيوصل للطمنتاشر اللي ما بيوصلش. بيوصل. عشان فيها دي يقول لك ايه. طب ليه ما قلتش امام ولا زيزو. احنا مش هنهاجم. طب هو حمدي فتحي بيعمل ايه? ده هدف اصلا. انني دلوقتي بقى يوصل عالطمنتاشر. خد بالك. طريقة انني اختلفت تماما عن زمان. طب. فبقى يوصل عالطمنتاشر. طب ايه يلعب دور انجليزو التطور وتدريبات. فعادي جدا ان هو يلعب بالتلاتة دول. التلاتة دفاعيا يعني لو جلنا نتكلم حتى التلاتة دفاعيا مروان اكتر واحد دفاعيا. هجوميا مش قوي. لكن الاتنين التانين دفاعيا وهجوميا. بعد يقولي امام برضو دفاعيا وهجوميا. بس ممكن يكون توليفة كده. طب لو لو لعب امام ولا لعب زيزو ما احنا قلنا زيزو انا باحب زيزو جناح يمين الحقيقة. جدا. يعني اعت صلاح? لأ ما قلتش اعت صلاح. انا بقولك انا بحب زيزو جناح يمين. يعني لما بيلعب تمانية هو مش مكانه. بس انا بحبه جناح يمين. مش هو انا قلتلك اعت صلاح. تفتكر انه يعني. بس خد بالك هو برضو بيحب زيزو. ما الفترات الاخيرة. زيزو ملعبة كويسة. لا مش ملعبة كويسة. احسن لعبة في مصر. ايه. ماشي. اه لا. احسن لعبة في مصر ليه ملعبش اساسي المنتخب مصر. ما زيزو بيلعب. ما بيلعبه تمانية. يعني انا بقول عشان تمانية. مش هو زي ما بيبقى جناح يمين. بتقلل شوية من زيزو. فانا انا بحب كل واحد على قل يلعب في مكانه الاول. انت لو مدير فن المنتخب مصر هتلعب زيزو اساسي? لا. يا ابن رأى فاصل. انت طبعا عايز تزعل الناس مني. رأى فاصل بس الناس تعرف ليه ما لازم ترجعك. رأى فاصل بارجع لها. رأى فاصل. سهلا بحدكم مرة تانية ورجعنا على فاكرة وان تو. قبل الفاصل قلت الكابتن والقبني لو انت مدير فني لمنتخب مصر هتشارك بزيزو اساسي قال لي لا. عايز عارف لأ ليه. بص قبل ما اقول لك لأ ليه. في ناس بص تيجي تتكلم حاجة على الزمالك تزعل. تتكلم حاجة على الاهلي تزعل. بص يا جماعة لازم نعرف حاجة. انا بقول اللي يرضي ضميري انا. كفني وككورة. طيب وما حدش يشكك ان انا زمالكامل. عشان بس الناس بتصالح. لكن انا راجل وقاعي. مش معنى ان انا راجل زمالكام اقول اي كلام اضرب اي كلام. طيب. انا اسف لاتعك عشان كده الناس بتحب تسمع لك. والله بتكلم بالجد مش مجاملة. الحمد لله. شكرا الناس بتحب تسمع عراقك وبتحب تسمع لك وبتحب تشوف كلامك الفني. ما انا هكمل. انا بقول لك جنيبة انا عن ناس بشوفها بتتكلم عليك ازاي. انا زمالكاوي زمالكاوي صميم. حتى لما باجي انتقد الزمالك ده لصالح نادي الزمالك. وده زي ما قلت لك اللي انا شايفه انا. محدش بيأثر على ارائي خالص. لو شفت حاجة عن نادي الزمالك اقول لو شفت حاجة عن نادي الاهلي اقول. لان انا هنا بكلم جمهور. وبقول على حسب السؤال اللي بيجيدي. انا مش هاجه اقول لك بقى عشان فيه ناس كتيرة قوي بتتكلم في الموضوع ده وبتنزل زي ما قلت لك حاجات على لساني والكلام ده. طيب لما نيجي نتكلم. طيب ما انت مؤسر. طيب ما انت مؤسر والناس بتسمعك فتقبل. لا انا متقبل كل حاجة. وتوقع اي حاجة. بس انا حبيت اشرح بس. ده حقك. تمام? طيب لما نيجي نتكلم على زيزو ما يلعبش اساسي. ليه? لان زيزو مش تمانية. في تمانية افضل منه. تمانية اهو. عشان الناس ايه بتفسر الكلام غلط. تمانية. طب زيزو جناح يمين. افضل جناح يمين في مصر. طب هلعب على صلاح? لا. عشان كده قلت يقعد احتياطي. انا شرحت بكل بساطة اهو. عشان الناس بتفهم غلط. يقول لك ايه ده? ده يا زيزو? انت عايز توقع? انت? لا. انا بتكلم انا مسك منتخب مصر. لا بحسبها اهلي ولا بحسبها زمالك ولا اسماعيلي بقى ولا مصري ولا انا بحسبها فنيا. راجل جناح يمين لما نيجي نلعب في يعني مفيش محمد صلاح زيزو نمر واحد. لو مفيش محمد صلاح. هتفق معي. في محمد صلاح محدش هيجي نحيط المكان ده. طب انت في مكانك ده كويس واحسن واحد في مصر انا معاه ما اختلفتش. لكن تمانية انت مش احسن واحد في مصر تمانية. طب الناس تزعل ليه? ده رأيي. هو مميز في الحتة دي. حقيقي. و هو من ضمن حظه ان محمد صلاح. طيب عشان الناس ازا مالكويب تزعل. لا يا جماعة. ننزم الكلام بتزعلش. انا راجل دايما بقول مش هقول لك يا عم وجهة نظري صح. بس دايما بقول اللي يملي ضميري انا برضو. ما بسمعش كلام حد. وجهة نظرك. فهمني? فانا بتكلم على كده. تنوي العزلة. انت لعب كور. ومشاء الله كان ليك اسم كبير وليك تاريخ معنات الزمالك. حقيق على فكرة يعني من اللعيبة المدفعين اللي اتشرف انها لعبت معهم فانت ما شاء الله. ده انا شرف انها لعبت انا عمل كدمرك بايزة بس كده في لعشان انت كنت لعيد جامد. وانا والله كنت بستمتع وانا بلعب معك بصراحة يعني الناس اللي اللي ممكن تجيل ده ما تابع يعني اتابعش غير عن طريق السوشيال ميديا والحاجات اللي اللي كانت بتنزل لنا دي. بس لأ كابتن واي القباني من اللعيبة المدافعين اللي كانوا جمدين. الحمد لله. ده حقيقي بجد فانما بتيجي تتكلم كورة. فالناس بتسمع لك. الناس اللي هم اللي عارفين كابتن واي القباني. الحمد لله. فده حقك وآآ وآآ اللي انت بتتكلم فيه ده كلام طبيعي. ده هو ده الطبيعي اللي مفهود الناس تسمعه. ده الطبيعي اللي الناس وانت بتتفرج عليك وبتسمعك حتى في الفيديوهات او بتتفرج عليك في البرنامج فده الطبيعي اللي انت ده لها تقوله. في ناس بتحب بتسمع اللي هي عايزة تسمعه. يا حقيقي. ودي مشكلتنا لان في ناس برضو ايه بتسمع الجمهور كلام اللي عايزة تسمعه. يا حقيقي. رغم ان هو عارف ان ده غلط من جوه. بيقطعوا الفيديوهات. لكن هو عايز يقول لك ايه اصلا انا ما حدش يزعل مني. لا انت اقول اللي انت شايفه صح لان انت لعيب كورة. فبتوضح للناس. وليه هرجع اقول لك برضو ليه هي وجهة نظرك. ايه المشكلة ما. لكل وعد وليه وجهة نظر فنية. صح. وانا قلت سواء غلط او صح فدي وجهة نظر انا. بس المهم ان انا ما قلتش حاجة هي مش جوايا. عكس اللي جوايا. لا انا بقول اللي جوايا. بس فانا بطلع الحاج جده تلقائي. انت بص انت جامد وبتكلم بكورة جامد. مش قوي. والله لا بكلم بجد والله. ده بص ده نبض الشارع والناس اللي بتشوفني. بتكلم بجد يعني. دي شهادة اعتز بيها يعني. الناس اللي بتحب بتكلم في الكورة وتابع كورة هتسمع كابتن والقباني. شهادة اعتز بيها. دي حياء والله بجد مش مجمد. الحمد الله. ايه دور محمد صلاح في الفترة اللي جاي? قائد. شوف انت قلت ايه? قائد يعني خارج الملعب. داخل الملعب شوية بس مش هو اللي بيوجه ساعات لان هو برضو في الحتة الامامية عشان ما حدش يقول لك انا قلت عكس الكلام. لكن في حاجة اسمها برضو قائد خارج الملعب. محمد صراح قائد خارج الملعب. وما اعتقدش ان حد مش هيسمع كلامه. ومحمد صلاح بقى عكس ما انا قلت مش مش هيتمنظر على حد اللي هو مش محتاجها. دي حقيقة. محمد صلاح في حتة تانية. فدوره مهم جدا. دور محمد صلاح اه التركيز قوي مع منتخب مصر الحقيقة. ودي مهمة جدا. ان ساعات ساعات بنحس ان محمد صلاح ما بقاش عنده نسبة تركيز عالية في في منتخب مصر. اتمنى ان يكون قمة تركيزه في البطولة دي. فسرحته قبل البطولة وابتكلم ان هو مركز في البطولة دي جامد لان هي نفسه يرجع بالبطولة. ما انا بقول لك اهو يبقى دا عايزين نشوف عايزين نشوف محمد صلاح بتاع ليفربول مع منتخب مصر. كمان هو مفتقد ان يحصل بطولة مع منتخب ما انا بقول لك فدي اتمنى لان محمد صلاح لو اشتغل بأداء ليفربول ده بص يعني مش عايز اقول لك. الامور هتختلف كتير جدا مع المنتخب. ومع لعيبة المنتخب. خصوصا انت عندك ميزة حلوة جدا ان محمد صلاح دامن لما بيجي يلعب على المنتخب بيبقى فيه علي تلاتة عليها اربع لعيبة. طب ما دا كويس. اه طبعا دا حاجة. دا كويس. يعني حتى الناس هيا بتتابع تلاقي صلاح دامن عليه تلات لعيبة. دا نعمل ايه بقى? لو احنا عندنا زكاء. وانا قلت لك مدير فني لازم يقرأ. يعني ايه تلاتة اربعة بيضع على محمد صلاح. مم. يعني لو راح تلاتة على محمد صلاح يبقى فيه اتنين فيديو. صح. يبقى انت لازم تستغل للحية. عندك مساحات. يبقى لازم تقول ان محمد صلاح حتى لو مش هيستلم الكورة فهو عامل حاجة معينة اقدر اكسب بيها. طبعا. ان بيفضلي مساحات لناس تانية. انت بتشتغل كده? دي مهمة. طبعا. ممكن ناحة التانية. لان ناحة التانية ممكن يكون تركيز عليها اقل. فدي مهمة. ومحمد صلاح في الحتة دي برضو بيكسبني. مش بيخسرني. لان وجوده مهم. لان ساحب معه مسلا اتنين تلاتة اربعة لعيبة. تمام? طب لما بيستلم. واتنين تلاتة اربعة لعيبة بيجوا عليه. ده دور بقى محمد صلاح. ميروحش لوحده. تمام? حد يقولك ده من احسن لعيبة العالم. اه. بس لما يروح عليك تلاتة اربعة لازم بقى. ان في لعيبة تساعده. اه. تشتغل لما تفضى وتزهر لمحمد صلاح عشان الامور تختلف عشان تبقى فضيت من الساحات للاعيبة تانية. واحنا شوفنا الكلام ده اختلف عشان تبقى فضيت من الساحات للاعيبة تانية. واحنا شوفنا الكلام ده مع تريزيجية قبل كده. سعر. تريزيجية جاب اهدف واحرز اهدف اه حلوة جدا مع المنتخب. فده برضو مهم. فده دور محمد صلاح اعطاك. اه هسألك على لعيب كان ليه دور كبير جدا من تواجده مع المنتخب مصر هو رمضان صبح. شايف اه بتعد رمضان صبح عن المنتخب ده شي طبيعي? اه. تنصحه بايه بقى? شي طبيعي. لا اصل هقول لك على حاجة وجود رمضان صبح بيلعب جناح ايصر صح? وجي فترة كان اساسي منتخب مصر. معلش بس بيلعب دلوقتي جناح ايصر. في الوقت الحالي محدش يلعب على تريزيجي وعمر مرموش. ده حقيق. وانا مش هاخد بس ناس وخلاص. يعني انفعش اخد تلاتة. مسالك عناصر يعني خد بالك يعني رمضان من العناصر السغيرة من المكبرش يعني. ما قلتش ان هو لعيب وحش. اه. شوف بقى. لا لا انا قزم انا بقول لك اهو. عشان برضو الناس يعني. ما انا هرجع اقول لك تاني على القصة حتى لما اتكلمت على حسين الشاحات. ان عدم وجوده في المنتخب ده صح. دي انا قويس جد. بس يا جماعة فيما كانوا اتنين. انا مش هاخد تلاتة اربعة جناح اه شمال. وتلاتة اربعة جناح يمين. ايه ده ما ينفعش. صح. في ترتيب للمراكز. عارف يعني ايه? ترتيب للمراكز. هو احد اقول لك تمواخد زيزو. مع مصطفى فتحي مع محمد صلاح. هو اخد زيزو تمانية. مم. زيزو بلعب في ممكن. انا بقول لك حتى في التشكيلة محطوط ايه? من ضمن الناس اللي في نص المرعة. انا بقول لك ليه برضو. الناس اللي بتتكلم بقول لك ليه? انا بفصل لك عشان الناس هتسأل وتقول وبيجي لي مكالمة لا ما انا هو قلت لك. فالنهاردة مش ياخد تلاتة وتلاتة. ما ينفعش. فهي الامور مش 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 باخد عدد وخلاص. ده انا باخد مراكز عشان انا محتاج المراكز دي. واعرف ان ده اكتر من كزا لعب مميز. انت فاهم? انا اختلافي مع مستر فيتوري هو في الخط الدفاع بتاع خط الدفاع بيرميز. ده الخلافة. وانا قلت لك انا معاك. وانا قلت لك انا معاك. وهي سبحان الله جات لي ياسم. دي حقيقة. هو عشان مكتهد. مكتهد. واشتغل كويس. فهي جات له. من عند ربنا. حتى اتكلمنا احنا اشهدنا به اكتر من كزا مرة بصراحة في الفترة الاخيرة. طبعا. يستحق ان هو ينضم. حقه طبعا. فهو لازم كان ينضم. والناس مصر كلها استغرابت مش انا بس. كلنا بس. فهو اكبر الناس كلها هلوية وزمالكوية. الحاجة الواضحة بنقولها. فدي واضحة جدا. ياسر ابراهيم كان لازم يكون موجود في المنتخب من غير اصابة اسامة جلال. ده ده واقعي. فانا معرفش اللي مغو فيها ايه. غريبة. انا الحقيقة يعني كلنا مستغربين. كلنا مستغربين ان هو هياخد تلاتة في خط الضهر. اتنين اساسي واحد احتياطي. والحارس مع 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 نسبة الاهداف اللي بتيجي في بيرامدس. مع عدم التركيز بتاع بتاع الاربعة. وكل ده كان واضح للناس كلها. مش عارف ده لوز محدش قادر يفسره. هو المفروض اللي يطلع يفسره. فيه لعيبة انا اتكلمت عليك ان بسبب تصريحاته هي اللي خلته يبعد وهو دونجا. ايه تصريحاته معليش عشان. نزل صورة وبعد الاختيارات بتاع تنستر فيتوريا ونزل صورة كده بيدحك. اهد جماعة جبالك. بعد الاختيارات الاخيرة. بعد الاختيارات. فيه صورة موجودة يا شباب. ايه بعد الاختيارات الاخيرة. بعد اول اختيارة. بيتجازها عايزك تعلق عليه. نعم ما هو كده كده ما هو بص هو محدش اختاره. فخلاص هو لو نزل حاجة عالسوشيال ميديا. انا بس بقول لك لحد ما تيجي الصورة. اه. هو نزل بعد الاختيارات مش قبل الاختيارات. قس انت قلت ليه السؤال. سانية بس ابراهيم عشان اوضح. بتقول هل تصرحات دونجا. ما هي دي تصرحات. ما هي دي تصرحات. هي السبب عدم اختياره. لا هو قالها بعد ما حدش اختاره. ما. فهي ملهاش تأثير. لا بس خد بالك. دي اتخذت بعد الاختيارات على طول? يعني بعد ما ما قال القايمة اعلنها. ما خلاص ما اختار. ام منزلها هي الصورة دي. طيب ما انا بقول لك اهو. دي بعد الاختيارات. ما دي ما. حتى لو الاختيارات ونزلها بعدها بخمس ازاها هي خلاص الاختيارات تمت. فلا تؤثر بشيء. لكن لما يجي نقول. على فكرة اصرت. عايز لك حاجة اصرت. اصرت فيه. كان ممكن بعد كوكا ما تصاب كان هو ممكن ينضم لانه لانه هو ضم مهند لشي. رغم اه دونجا كان اساسي في نادي الاختيار. ينضم ازاها. بس كان هو في الاختيار الاولاني ما كانش موجود. ايوما مهند ما فيه كوكا. مهند كان موجود في الاختيار واولاني. لا برضو ما كانش موجود. اه 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 كان من دبنك كان في المبدأي. حلو. لما جاي خد اخد من اين. ماشي معه بسبب الصورة دي وانت هشك. اسمع بس اسمع بس اركز عشان الناس بست الامور تبو بوضحة. اختيارات المبدأية كان فيها مهند لا هاي كان موجود. حلو. انا انا مش مش فاكرة. خدسوا خمسين اسماء يعني خدسوا. الاختيارات المبدئية كان فيها دونجا? ها. ايوة كان موجودة. دونجا ومهند? اه. ليه ما انت بتقول الصورة دي بعد. انا بكلمت بعد الاختيارات الاخيرة. انها ايه? انها ايه? عادي او جاء بنظر ايه المشكلة. دونجا كان موجود? عارفها كان موجود. في الحالة برضو دي عادي يعني دونجا ما اتخذش المنتخب عادي. مسخد بالك الصورة دي انتشرت انتشار غير طبيعي. متنتشر هو حر. انا انا ما بحبش كده خلاص. بص. تفتكر ناس تعجل شوية? مش دايما اللي عيب يرد. بص مش دايما اللي عيب يرد. الملعب هو اللي يرد. والناس هي اللي ترد بالنيابة عنه. الصورة دي يعني مش في لعيبة. بس الصورة دي يا كابتن وايه لما نزلت انتشرت بشكل كبير. ايوة ماشي. انا بقول لك ما ده مش صح. يعني انا اقول لك على حاجة. هو مين اللي تكلم على ياسر ابراهيم. جمهور? بس. خلي الناس هي اللي تتكلم. مش انت اللي تتكلم. خلاص. وخلاني اتكلم ان ان برضو اختيارك لمنتخب مصر وبطولة وبطولة كأس الامم. اي حد بيتمنى. شرف. اي حد بيتمنى. مطبعا انا ما قلتش انه ما يزعجش. انا واحد من الناس كنت يعني لولا الصورة لما قالوا لي يعني حتى كنت انا هتكلم في حلقة مبارح بسبب انضمام مهند لاشين كنت هتكلم عليه اللي هو نزل صورة وانتشرت عشان كده تم تغيير الرأي على طولة. اقول لك على حاجة. يعني حتى لو الصورة تحطت. لو انت محتاجه ما تفسرش الصورة بالطريقة اللي انت بتفسرها. موه معناها كده انت بتعترض على فيتاريا. هم بصوها كده خصوك كمان ان انتشرت على الصفحات. هو يعني خد بالك الصورة وكلمتين بس. دي نزلت بعد ما تم الاختيارة على طول بعدها من نزلها كده. ماشي. ماشي. طبعا اتخذي تم ماشي طب. ولو هيفيدك اللعيب. هو اعتراض اعتراض عادي يعني برضو. حتى لو هيفيدك. ما تعرف بقى ان ما شاء الله تلاقي في ناس حواليك. طب ما في ناس اعتراضي كتير جدا بطريقة مش تمام وعادي. توصد ميه? ميه? الشبكة واحدة. الناس هي اللي تجيب بقى. ما فيه زهول بيه? لا لا ما بيحصل حاجات من لعيبة معينة ورغم زلك بترجع. ميه? لا مش هقول لك ميه? الناس هي اللي تقول ميه? الناس هي بقى اللي هتنسيلك الحاجات دي ميه? اه تفتكر يعني ان شاء الله بازن الله يعني اه المنتخب مصر ياخد المباراة المباراة كل مباراة مباراةها? اه طبعا. يعني مباراة كل حاجة لوحدها مش هياخد التلت مباراة مرة واحدة. كل مباراة بيفكر فيها مختلفة عن التانية. كل مباراة وليها طريقة معينة. كل مباراة صعبة? والبدايات مهمة. والمباراة مزنبيكة تبقى سهلة. مفيش حاجة اسمها مباراة سهلة. دلوقتي مفيش في الكورة حاجة مضمونة. لا لا لا. شفت مباراة ماتش اتلتكو ومدريد وجيرونة. العطاة كده اه. ماتش عالمي. ما تعرفش الماتش راح لمين. صح. وفجأة في الديقة واحد وتسعين تقريبا او اتنين وتسعين. جيرونة بيكسب. ما تعرفش. رغم ان. جيرونة بينافس سنة للسنة لعفك. ده هو الاول مع ريا المدريد ده فرق الاهداف. عامل موسم حلو جدا بصراح. ها فانت بتتكلم. ها يعمل الموسم خيالي. طبعا. لما تيجي تبص على المباراة اتلتكو الشوت تاني هيكسب. لكن بص المباراة راح تفين في الاخر. وفي الديقة كان. عشان هما مركزين. او في الديقة تمانية وتمانية مش فاكر. اه مركزين ها. يعني. يعني خد بالك هما عندهم حلم وزي ما بتال كده مسدقين الحلم. انهم عايزين يكسبوا. اه فانا بقول لك مفيش كورة مضمونة دلوقتي. الكورة مجهود وعرق وتركيز وحاجات وتاكتك. مش مش ده بس عشان في نهاية سورة. يحمل خلى عندك روح. روح من غير تركيز ما ينفعش. روح من غير تاكتك ما ينفعش. مفيش حاجة يسمعك بس انا بلعبش في الشارع. انت ميحتاجني ان انا اجري كتير واعمل تكالم واخبط ومشا من غير ما كون انا فاهم. انت لو شلت ده ما تعرفش تلعب برجلك. طبعا. لان ده المخ بيضي اشارة للرجل. فانت لو لغيته ما تعرفش تلعب كورة. طبعا. وإلا كنا جبنا بتقع لعب الكورة تلعب كورة. ما هيجرى اكتر منك. حي. لكن لازم تركز ان هما في حاجة مع المخ لازم بقى فيه بدني. مع المخ والبدني لازم فيه كورة. تمام? ما ينفعش تلغي حاجة في التلاتة. في الكورة الحديثة ما ينفعش تلغي حاجة من التلاتة. فالتلاتة مهمين. فانت ما تقولش ايه? خلي يا ام خلي عندك دم ولعب بروح. فلازم لازم تركز في الحيطة دي كويس اول. قبل ما نهي فقريتي معاك اللي انا مستمتع بها بصراحة والوقت بيجرى. قبل ما نهي فقريتي معاك اللي انا مستمتع بها بصراحة والوقت بيجرى كتنوية. اه الله الله اكبر يعني. ان شاء الله. ولي التشكيلة المتوقعة كده منتخب مصر. اه محمد الشناوي. محمد عبد منعم. اه حجازي. محمد هاني. محمد حمدي. اه انني. مروان عطية. حمدي فتحي. محمد صلاح. مصطفى محمد تريزيجي. تتوقع ان شاء الله باذن الله المنتخب مصر يقدر ياخد البطولة? ان شاء الله باذن الله. بتمنى والله. ان شاء الله. حبيبك كنت نعيد. والله بستمتع بكلامك. باستمتع بقراءك دايما. وفقال انا حسيت ان الحلقة عدت بصراحة. حبيبي والله. ليس انت ما عدتني. حبيبي شكرا. اه شرفتني وان شاء الله دايما منورناك انت من النجوم بلاس تسعين بصراحة وحاجة الواحد بيتشرف بيها. حبيبي. حبيبي شرفتني. وان انتهت حلقتنا من بلاس تسعين انتظروها غدا ان شاء الله باذن الله في حلقة جديدة الساعة 11 مساء. تحياتي لكم. اسبوع على خير. ابراهيم سعيد.